بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم أعزائي المشاهدي قناة الأهلي أينما كنتم في برنامجكم ملك وكتابة كيف انتقلنا من مرحلة أنت بتستعمان يا هرم إلى طيب العلبة دي فيها إيه؟ اضطر تحت القهر أنه يروج للكاذبة وقول له فيها فيه إبراهيم أهلا بك أهلا بكم أعزائي المشاهدين وموعد يتجدد معكم في لقاء الخميس من ملك وكتابة والحلقة 786 إنما العلبة فيها في الليل ما هو بص الكذب مراحل ناس تقول لك كذب بيضة عشان تنقذ موقف أو تجامل شخص ولو أنا ما عنديش الكذب أبيض وأحمر وأخضر الكذب كذب لكن أحيانا تبر الكذبة اللي تؤدي الفكرة تؤدي إلى خير ونادرا ما الكذب يؤدي إلى خير حرمته الأديان وشدد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن أنت بتستعمان يا هرم كانت الفكرة أن حتى الكفيف يستنكر أنك تستعمى في الحقيقة نالك الكاتل محمود عبد عزيز الله الرحمن كيف أن المجتمع كان يروج لفكرة أوعى حتى الكفيف تستعماه حتى لو كنت هرب فالنهار ده أصبحنا بنروه للكذب بالضغط على الرأي العام اللي هو هنا الرأي العام يمثلوا عبد المنعم إبراهيم والكاذبون الذين يقهرون الناس بالفكر ليلة نهار ويروجون الكذب مش مهتمين الكذبة بتاعتهم دي منطقية وتتصدق ولا ما تتصدقش مهما بلغت غرابيتها العلمة فيها فيه وبعد ما يقنعوا العلمة فيه طيب العلمة ما فيها شفيت ما هو زمام الأمور عند الكاذب الذي يملك الأليات الكذب والإلحاح للنهار ده المشهد الرياضي اللي احنا عايشينه أعساس إبراهيم وينطوي على خطورة جمع على ثقافة الأجيال القادمة للأسف هي دي الخطورة عشان كده حلقة اليوم فيها الكثير من هذه المضامين وتلك أبرز عنوينها مقالي ومقاله جيلفر والأغزام الغربال ابتدين بقف وبعضمت لسانه أما أعدائي فأنا كفيل بهم والشموع الحمراء عن محمد شريف صبري باشا وأسرار الملك عن القطرة وأخيراً مجلتنا اليوم ومن أربعين سنة قبل ما ندخل في مضمون الحلقة عايزين نطمينكو على تدريبات الأهلي النهاردة الفريق بيواصل تدريباته لمباراة الاتحاد المنستيري الساعة 6 مساء السبت إن شاء الله الفريق أدى النهاردة تدريب في ملعب مختار بعدها ده المرم بتاعي مبارح مستر مارسل كولر المدير الفني عمل محاضرة بالفيديو مع اللعيبة عدد حالي 15 دي قبل التمرين الحراس الشناوي وعلى لطفي ومصطفى شبير وحمزة علاء عملوا تدريبات قوية تحت إشراف مشيل يانكون مدرب الحراس والأهلي هيختتم بكرة استعداده إن شاء الله بالتمرين أخيرة ويبات في الفندق عشية مباراة الأهلي والاتحاد ستة مساء السبت إن شاء الله باش مهندس بعد الفوز ذهابا واحد سفر هذا الحرص على أنك تقفل على نفسك وأنك يعني شوف حتى بص بص الستائر يعني اللي هي بتقول إن يا جماعة دعونا نعمل دون ملاحقة أو متبعة أو تدخل ولو كنت حتى عدوا في الندي أي المغزى واصل ورسالة واصلة نهي طيب لكن هو النهاردة الرجل يعني وقالها خلاص إحنا فرحنا يوم واحد لكن اللي جاي مهم وتاني وتالت ورابع أوعى نقع في الفخر الذي يريد البعض أن نصوه إلينا أن هذا فريق سهل ولي وأن طبيعي أن الأهل يفوز عليه هذا فريق قوي قهر كل الفرخ المتصدرة بملعبه تاني الدور في اللحظات الأخيرة وكان يمكن أن يحصل على اللقب لا يمكن أن يكون فريق هاين قادر على تحقيق المفاجأة قادر على تحقيق المفاجأة خاصة أنه هو سيجي ما قد ده مش حاجة تانية غير أنه يكسب اي التعادل لا يكفي اي إذن أنت يجب أن تكون أشد حذرا من أي وقت مضى هذه المباراة هي عنق الزجاجة وهو مفتاح الطريق إلى الحدي عشر ننسى النتيجة الأولانية خالص خالص وتخاف الخوف الصحي اي نخاف سلم ها نعمل حسابه ونحترمه جدا 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 ده التدريب الجد اللي انتوا شايفينه وحضراتكم مباراة واللي تواصل النهاردة يمكن حتى بيرسي تاو الجنوب أفريقي بدأ يدخل في التدريب شوية بشوية وعمار حمدي آخر حد من العائدين من الإصابة إن شاء الله يستكمل برنامجه التأهيلي ويدخل خلال أيام في التدريبات الكورة إن شاء الله عشان الدكتور أحمد أبو عبلا ياخد نفسه شوية عنده شغل بقاله سنتين ايه ده وانا اسمي في نادي بقاله سنتين بقاله في أي مستشفى حكومي ما كانش عتشغل بالشكل ده لنهار طبعا الله يكون في عون لكن كويس يعني انت واصل إلى النتيجة 90% اللي حد الوقت بس هو المهم ما يحصلش إصابات إن شاء الله طيب على كل الأصعدة بقى لأنه في كرة السلة نشوف بقى في الكويت مشهد جمهور الأهلي الحقيقة جمهور الأهلي الرائع جدا يا جماعة في الكويت عامل جو هايل في البطولة العربية الأهلوية في مدرجات صالة البطولة العربية في الكويت بقوا مهم حديث البطولة صحيح الأندية الكويتية فرضة سطوتها يمكن شوفنا الاتحاد السكندري خرج أمام كازمة الكويتي ثم الأهلي كسب الجهراء الكويتي مبارح بكرة الأهلي في السيمي فاينال مع كازمة الكويتي والكويت الكويتي مع الفريق اللبناني يعني برضو فيه فريق كويتي مؤكد في الفاين ثالث فمع قوة الأندية الكويتية المشاركة في البطولة لا مش مؤكد لكن قوة آه ممكن الفريق اللبناني يصعد لكن الجمهور الآله الحقيقة هو النجم الأبرز وهو البطل الحقي في هذه البطولة عامل روح كويس كالعادة كالعادة المشهد بتاع ده مشهد رائع جدا المشهد بتاع هذه الجماهير أستاذ إبراهيم هو ما نريده باستمرار وهو دي الرسالة والإعلاقة اللي احنا عايزينها باستمرار عايزين المشهد ده باستمرار بلا توقف داخل وخارج مصر تاني الأهل من المؤكد ملوش اللي جماهيره في النهاية هم دول اللي يقدروا مهما كانت النتائج ومهما كانت الأراء احنا مش في مجال الانتصار للرأي عايز نسمعك الجمهور لأنه امبارح في طوال المباراة سلامتك يا بيبو بص الرسالة ايوه ما هو هو جمهور متفاعل معنا دي ومع قياداته دي بالزبط اللحمة اللي احنا بنطلبها اذا كنتوا عايزين الانتصار للأهل يزل في المكانة ها؟ ومحدش يتجرق عليه جائزة الحقيقية التي يحصل عليها اي واحد مخلص نظير تعبه واحنا من جانبنا اه بنقوله سلامتك يا بيبو عنايتها الكثير وانا الأوان بإذن الله ان تبب رحلة العلاج دي نهاية هذي الألام وترتاح وترجع لنا سليم معافي طيب الجمهور المصر في الكويت الجمهور الجميل ده انا لقيت ناس كاتبة واحد اهلاو بيقولك ابني خايف البطولة تخلص بيقولك الاهل هيمشي الاهل هيسيب لو يمشي طب المشاة ده تكرر في ابو زابي وتكرر في الدوحة في الدوحة اه وان شاء الله هيكون في الدمان في السعودية مع بطولة اليد دين مهمة بقى اه يعني نرجو ان احنا كورة اليد برضو تقدر تجربة بناء فرقة السلة لان الحياة ده نموذك انت جبت فرقة كويسة دعمت باللعيبة كويسة جبت مدرب كبير اديتوا الفرص السنة اللي فاتت يا جماعة لعبت فريق السلة واخت كل بطولات السيزن الخمس بطولات بتوع خمسة من خمسة السنة اللي فات والسنة ده ان شاء الله ماشي بشكل كويس قوي من الثلاث سنين كان التكليف راكش شوية مع نشاط الرياضي كابتر رقوف بيقولك يعني خليك معنا شوية وكلمني كابتر رقوف وابتدينا بكرة السلة لان كرة الطائرة الحمد لله كانت ماشية بشكل جيد كرة اليد كانت بتنافس تكسب وتخسر لكن الفرقة اللي كانت فعلا بعيد قوي كانت كرة السلة ده من زمان من ايام الكابتن عدل شرف يعني لا يا انت مش محسوب على كرة السلة الا يعني في الفترة دي اللي تقدر تقول عندي بس كنت كل اشياء تختاف لك بطولها اه وفي السنين اللي فات اختافنا بطولة افريقيا بطولة الكاس وبطولة المطلقة بطولة المنافس القوي لا كان فيه فرق سابقاك فطبعا وكان كنت يعني التركيز على النشئين الصغار واحد من طنطة واحد من الشمس و ايهاب امين اي ويعني ايهاب امين هو نموذج للاتفاق الاحترافي الشديد ما شفتش ايهاب انا خالص شفت اخوه دكتور جميل واهلا ورعا ولكن فاهم الدنيا اوي اه وطلباته كانت طلبات محددة في اتجاه انه هو عارف قيمة الاهل ولكن ايضا يعلم قيمة اخوه اه و كان التحدي الاخر ان ناديه نادي سبورتينج كان بيتلقى عروض اخرى وكان هناك من يريد ان يوجه اللاعب الى نادي اخر فكان دوري ان انا اتواصل كمان مع كل دول ونشوف الطريقة لتحقق اهم المصالح لكل الاطراف ووفقنا ربنا بعون الله والعقد اللي اتعامل مع ايهاب الحقيقة كان عقد وقيعي جدا لانه كان جاي لنا من تجربة احترافية في الدوري الامريكي وكان يتوقع باللحظة اخرى انه يجيله فكون ازاي يعني تجديد لهذا او تصعيد لخطوة اكبر في هذا الدوري ازاي نحتفظ به على الاقل لمدة سنة ايه اذا جالك خلالها عرض يبقى انا ندرس ازاي تطلع من غير من دايقك ما جالكش يبقى انت مكمل معنا بقى خلاص تمام هو الحقيقة لما دخل اندمك جدا 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 وبات وكأنه يريد ان يبقى بقراطة الكاملة المطلقة ولكن النتاج الاولى جبنا طبعا وكان احنا وصلنا في هذا الامر حرصنا على داع بكرة سنة انه كنا ندخل لعيبة كرة اعارات مقابل لعيبة سنة من الاندية اخرى زي ما حصل مقترب وحملت داع على داع وطنطة كان طنطة في الدوري ممتاز وطلع الجيش وجبنا اللعيبة اللي احنا كلها عايزينها طيب وإحنا اللي عايزين نتطمن على فرقة الاهل في الكويت وهي دخلة بكرة على نصف النهاء ان شاء الله مع كزم ومعان على الهاتف الوساس طاري انديل رئيس البيعسة وعضو مجلس الادارة مساء الخير يا أستاذ طاري مساء نور يا أستاذ رأي تحياتي وتحياتي المهندس عدلي اللي انت بعته في السفرية دي خالص لا انت هو اللي بقى لها بص يا بص يا طاري انت اينما يكون البيت بالبصرمة ولا بالعجوة بالعجوة انت بتروح لك المهندس انا معايا الفيديو او النبي صحيح ومعايا الرجل الشيف الاردني هو ما بيوصف له زي تعمل بيط بالعجوة الف مبروك النتائج الهيلة والعرض الجميل للحياة طب من على الفرقة والبيعسة والأجواء اللي عندك والله الحمد لله يعني نتمنى ربنا صلى الله عليه وسلم نتمنى ربنا نتوفيق يكمل مع الفريق ان شاء الله الأجواء صويفة جدا الجمهور الأهلاوي عمل حالة رائع رائع يعني متخالي بيانيهم وامبارح انا حتى يعني بالليل بقى عشان معظم حسنا عندنا وقت شوية روحت لهم انا عن مكان الرابطة عندهم في مكان للربطة معاهم شكرتهم جميل جدا ويعني حاجة كده بصراحة حاجة شرفنا كلنا يعني ولجأة سيد خال بيتكلمه يعني نفس لطريق الكلام النادي الأهلي كلهم يعني الولاء التام للنادي الأهلي و... نفس الثقافة ونفس نفس الثقافة بالصبت كده و... و... ومدركين كل التحديات اللي بيواجهها من أنا أنا لقى رغبة يا طارق بيه أن تستثمر وتستمر هذه العلاقة لصالح النادي الأهلي في مجالات كثير جدا جدا نظل على تواصل ونستفيد من أولاء الدول في الخارج بشكل أكثر أكثر يعني تأثيرا على الأرض الواقع والله رجل واندر الحاجة تقوله ده ده ضروري جدا بطولة الخامسة ده دول دول استثمار جميل جدا للنادي الأهلي يعني لازم يبقى فيه التواصل المستمر على طول وتواجد النادي الأهلي في منطقة الخليج في أدي طابع جميل جدا ولا ألك صبعا حساوة الإخوة السويتة وفرحته مفرحة كل الجنسيات الموجودة العربية بتواجد النادي الأهلي والحاجة اللي بتطفيها على البطولة أنا لسه باجع دلوقتي يعني كان فيه عشان مصر أن أنا أحضره لأستاذ رشيد اللي هو رئيس الاتحاد الكويتي لكما تتسلم للإحتفاء بينا وكنادي أهلي فارحتم بس اللي بقيت النادي الأهلي كان يعني شيء راقي جدا وكان معنا الأخوة من الكويت ورئيس ندي الغيروت في لبنان وكل كلامهم انبهار الحمد لله في الحالة اللي عملها جمهور النادي الأهلي في الكويت طيب أنا أنا أسألك سؤال بقى اللي هو إيه يعني تحتلعب أحد الفرق الهمة من الكويت نفسها بقى بكرة أنت حاسس حاسس الأجواء في الشارع وفي الإعلام والناس يعني ايه القصة يعني في صعوبة من الجمهور الأهلي في الحصول على التذاكر لا هقول لحد يعني هو أول مضحين كان دور المبارات من جل التذاكر أصلا يعني وبعد كده خلوا التذكرة كده 2 دينار ونص وبعد كده فجلنا قبل المضح اللي فات على طول التذكرة بقى لبعها دينار يعني منظر القصة بتبقى نوعا ما غالية على الجمهور الدينار حاجة وستين دلوقت واتكلمت معهم يعني الناس اللي عمنا بكرة حيات الكويتة مطعفين جدا لدرجة من شوية الإزاعة الكويتية تعمت سلبونيا أعمل مضح عملت مضح واتكلمت على قصة وفي جويت برضو بالأخ الكويتي قال احنا اصلا منتعدين ومش مفتدعين اللي بيحصل ده ملاجنة المطاطق طب هل هل طبيعة المنافسة دخلنا دلوقتي المنافسة الكويتية خالصة سواء في الدور اللي فات انت كسبت الجهراء هتلعب مع كسبة وفي السكة ممكن الكويت كمان ان شاء الله هل طبيعة ان انت في منافسة مع الاندية الكويتية في محاولة ان انت تحد شوية من جمهور الآله بالنسبة اللجنة المنظمة لا ولاي مقدرش ان انا اجزل ان هو العدف يعني دي مقدرش شبوب كده بس بصفة عامة انا عبرت على الرأي كل المستخدمين في الحاجات دي ان دا يعني لا صح ان يكون ست بطولة ان نفاجأ ان اول مكان بعد كده يحصل كده قبل كل مرش يتم تحديد سعر للتذكرة مختلف يعني هي دي الحاجة وبقال لك برضو ان الاخوة الكويتية نفسهم متضررين وتعلنين من الكلام دا يعني طب مين اللي فرض دا مين اللي فرض منظمة العربية اللاجنة منظمة للاتحاد العرب ولا اللاجنة المحلية الاتحاد العرب لاجنة المنظمة لاجنة العرب عملت سرط بكل ما يمكن ناصف دي في المجال دا يعني وافجأ ان كلهم يعني مع بس كلمت اللي هو المدري المسؤول عن اللاجنة اللاجنة هاتف هو بيتكلم بمعنى مكان بحبوب من هذا القدير وبالنسبة لكل خطائط المتولدين مش مقنع كلام يعني فدي فطبعا بشكر جمهور النبي الاشي وانا متأكد وعلم المتحمل دا طبعا في كل الاجواء وفي كل اي من الاسعار الجمهور يعني الحمد لله بيزيد وهيزيد وان شاء الله يعني ما تأصلش قبل يعني يقول نفسه تكلم معي في كده ممارات بكرة ساعة كام ممارات بكرة في العرب يعني بقش خصان ساعات في أسر بتروح كام ممارات بكرة جمعة ساعة كام خمسة خمسة بتوئيط بتوئيط أربعة بتوئيط بطايرة أربعة بطايرة إن شاء الله والأخبار الفرع والمدرب لا الحمد لله يعني تعاديش معك عارف يعني الفريق مضابط وشغلين عليه ودور ما هو توفير الأجواء كلها للناس والتي حاسة كان داري أنا مبارح حريص إن أنا أتكلمت مع الأستاذ حازم رجال رئيس البعثة خسروا هما من كزمة يعني يعني بطلوا هفضل هفضل كده وعطى طمن عليهم يعني غير أصلي كانوا متفوقين معظم فترات المباراة فإننا نحن بنرهج على الحزة يعني الحمد لله نحن 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 يعني يعني لهم حظ أو يعني يعني تحياتنا للبعثة كلها وشكرنا وتقديرنا للجمهور تحياتنا بشكرين كمام رسول إبراهيم بشمان عدل بنواري الدنيا وإن شاء الله يا رب يا رب ربنا وإن شاء الله ترجعونا بالكاس إن شاء الله إن شاء الله شكرا شكرا جزيلا للأستاذ طارئنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس البعثة في الكويت وأعتقد يعني فعلا اللي قالوا على تحمل الجماهير الأهلي في الكويت لأعباء التذاكر للظروف اللي فيها لكن إقبال كبير ومساندة قوية جدا النهاردة كمان المهندس محمد سراج عضو مجلس إدارة مسافر للسعودية عشان يرتب لوصول بعثة كرة اليد اللي هتشارك في كاس العالم للأندية في الدمام البعثة هتسافر يوم لاثنين وأول مباراة عندها يوم الثلاث مع مدر السعودي ويوم الخميس عندها أو الخميس أو عندها مباراة بنفيكة البرتغال دي في المجموعة بتاعتها بص كنا نتمنى أن فريق كرة اليد يذهب إلى هذه البطولة بحظوظ أكثر يعني مش استقرار ولا استقرار سميه استقرار لأن طبعا المدرب للمرة التانية لم يثبت كفاء أو لم يحقق الأهداف المنتظرة منه رغم الدعم اللي خاده الفرق أو رغم أننا أطلقنا يده في أعمل معسكر في أسبانيا مع تزر عن كذا حاضر إدعمنا بوفلان حاضر كل طلباته طلباته هو فالنهار دا أنت في النهار دا كان مفروض في جلسة عشان حسم ومدرب اسم ومدرب يليق بالتحديات القادمة للنادي الآلي ولبي احتياجاتها ولكن طبعا هو حيجي بعد أيام حيبقى في المعمعة يعني سمعت أن محمد إبراهيم حيتولى محمد إبراهيم دا كان واحد أبرز اللاعبين في النادي الآلي وأعير سنة أو اثنين في طلع الجيش وعاد عشان يعتزل ويبقى في الجهاز الفني والإداري في الفريق حيتحول إلى المسؤولية الفنية قتل لحد ما يستقر على المدرب ومش عارف إذا كنا هنالحق بقى أن نجيب عناصر جديدة على الفريق ولا لا لكن لأدهاش عشان ناس بتقول للمحترف بتاعنا وأنا منهم الحقيقة المحترف بتاعنا لم يقدم المرضود المطاقع أبدا منه ولا ربعه ولا عشره الراجل دا جاي من أربع شهور هو كان هداف البطولة اللي لعبها هو واحد من أهم البكات يعني اللي موجودين في الساحة الأوروبية إنما دا يكون أداؤه ما حرفش إيه اللي جره يعني نتمنى بقى إن دا ما يتكررش تاني في البطولة اللي جاية وإن العناصر لأن عدقيد بقى كل التوانسة اللي إحنا سيبناهم تقلقوا حيقابلونا تاني هناك يوسف معرف اسكندر اللي كانوا عندنا وبرضو كانوا الناس تقول لك مش عارف إيه أبدعوا في البطولة في القيل المدى نتمنى بإذن الله إن إن فريقنا بما يملوكوا من عناصر بس بشيء من التوجيه السليم والتماسك والرغبة بقى الأكيدة في إنهم يكسبوا يعوضوا يعملوا لنا حاجة محترمة طبعا دا جايه بعد مجلس ديارة النادي الأهلي أو على لسان كمان كابت خلد العوض مدير النشاط الرياضي وجه الشكر للأسباني دانيل جوردو المدير الفني ومواطنه رؤول جارسيا مدير قطاع النشئين وقال خلد العوض إن جوردو شخصية جديرة بالاحترام كان نموذج للإخلاص في الشغل بتاعه ووجهة النظر الفنية حتمت إنه تتوجه للشكر الراجل حرص أيضا على شكر منظومة كرة اليد في النادي الأهلي وقال للأهلي بيعمل باحترافية عالية جدا وإن أنا كنت أتمنى الاستمرار لكن دي وجهة نظر النادي وشدد على ثقة الكاملة في قدرة لعب الأهلي على تحقيق البطولات في الفترة اللي جاية وتمنى للفريق كل التوفيق وقال إنه علاقته بالنادي حتفضل مستمرة على التأدير والاحترام هذا هو الانطباع الذي يخرج به كل من يخرج من نادي الأهلي احترام متبادل واخد حقوقه معمله ودع تكريمي لائق لكن هي المشكلة في كرة اليد عندنا دائما إدارة اللحظات الأخيرة فهو لم يضف شيء في هذا الأمر يعني ظل الفريق في اللحظات الحسيمة ويبقى ماشي كويس إنه يفقد الفرصة اللي هي كانت في إيده أي دي ملاش اللي معنى هي قيادة خارجية أي لأنك إنت برضو حتى لو إنت عايز زم أنت كنت بتقول يفاضل 15 ثانية وكرة معايا طيب قوته تعالي أولاد شوف إنت عايزي من 15 ثانية دي على الأقل ما خشش فيك جون أي ما يبقاش تعمل عليك فاست بريك يعني إنت لو شطاه في المدرج ما كناش هنخسر كان حيبقى فيه أكسر تايم لكن إن أنت تخسر يعني مش عارف قلت خبرة فظيعة داخل وخارج الملعب طيب ملاحظين نشاطات أعضاء مجلس الإدارة في رئاسة البعثات وأيضا في أداء المهم الكبيرة في النادي في ضمن صفر الكابتو محمود الخطيب اللي بنتمنى له يا رب تمام الشفاء من رحلته العلاجية في باريس لكن في القاهرة بس أنا عاجة توقف فينا نقطة أستاذ بريم عشان ناس تبقى فاهم يا جماعة دائما أنا بقول الأخذ بالأسباب هل أخذ الأهل وإدارته بالأسباب في كل الملفات الرياضية ومن ضمنها كرة اليد تدعمات أجهزة من بلد متقدمة يعني أسبانيا أحد الدول المصنفة على مستوى العالم فأخذنا بالأسباب قد توفق قد لا توقف مش معنى كده أنه هناك تقصير ولكن التجربة عايزة تطوير وده اللي بيحصل طيب خلينا نتوجه بالتحية والتهنئة للأستاذ العمري فاروق نائب رئيس النادي لحصوله على درجة الماجستير في إدارة الأعمال والحقيقة للأستاذ العمري فاروق والمهندس خالد مرتاجي لاثنين عملين سنائي دقوب جدا في العمل اليومي في النادي في فترة مهمة سفر الكابتن الخطيب للخارج سفر عدد من أعضاء المجلس أيضا لترقص بعيسات خارجية لكن دولاب العمل الاستراتيجي في النادي بيعمل بكل همى وتركيز وإنه ييجي الأستاذ العمري فاروق ياخد ماجستير في زرل هذه الانشغالة ده مجهود كبير لا مجود وإنه ما فيش وقت للتعلم والسعي إلى مزيد من المعرفة والتطوير يعني راجل وصل له بقى وزير ولكن حريص أنه يعمل الماجستير وحيكمل عشان الدكتوراه يعني هذا الشغف وهذا الولع بالتطور يليق بأبناء النادي الأهلي يليق بقياداته أي بنبريكله وبنقول للناس كلها والمجلس فينا مزج كتيرة من هذا النوع مزيد من العلم والتطوير آه حتى على مستوى رجال الأعمال من أهم رجال الأعمال شبابنا اللي في المجلس الحقيقة عناصر مهمة جدا وكوادر مهمة جدا تقدم مش بس في النادي الأهلي ده بيقدمه لمصر صحيح منهم أعضاء في مجلس الشعب ومنهم رجال أعمال نابهين صحيح بيسهموا في تطور الإقصاد المصري نتمنى الرفع والتقدم وإن برضو كلنا تاني وتالت ورابع جمهورا وأعضاءا ومسؤولين نبقى لحمة واحدة محدش عايز حاجة غير النادي الأهلي يكون في أفضل مكانة حنقعد نختلف في الرؤى ولكن في النهاية في حد عنده القرار ندعمه هذا الحد اللي عنده القرار بس الباحث العمري فاروق يعني اللقطة دي ممكن تقول إيه أحفاده لكن هو يعني بيدي مثل حقيقة رائع جدا لا يعني الرغبة في التعلم والتطور وهو رجل أولا عنده دار النشر قوية صحيح عنده مدارس من أهم المدارس يعني إذن هو رجل معني بالعلم والثقافة ولكن بيطبع على نفسه هو ده الولع وهي دي القيمة نطلع لفاصل وبعد الفاصل كلام مهم أهلا بحضراتكم جديد وما تخافش على الأهل طول ما الأهل بكل قياداته عنده هذا الشغف في التطور والعلم والتقدم باستمرار وجمهوره عنده كل هذا الاهتمام والإيمان بقيمة الأهل ومكانته ده كان ملخص هذه الإطلالة الإخبارية اللي حاولنا من خلالها نطمن حضراتكم على أوضاع الأهل بصفة عامة لكن تبقى ضربة البداية مع مقالي ومقاله جاليفر والأقزام خير وانت صاحب العنوان جاليفر ده كنا جمعا بندرس كتاب اسمه رحلات المغامرات جاليفر أها يعني كان لسبب أنه آخر وبيلد في حول العالم بتقوده ظروف إلى جزيرة ما فيها فقضته المركب حدفته على على الشط مغشيا عليه فلما صحي لقى نفسه في الوضع يا ريتي جيب لينا الصور عشانه أنا بشرح تبين جاليفر كان عامل إزاي كان عامل إزاي أهو ده جاليفر بقى وقع مع الأخذان فصحي لقى نفسه مكبل بخيوط من خيوط الحرير الوهية بالنسبة الجسم الضخم والناس تتسلق جسمه بتضربه هو نايم الحربة بتاعتهم دبابيس تصور هؤلاء أنا مقادرون على قهر جاليفر الرجل راح متمطع مطير النازي كلها جاليفر هنا جاليفر هنا يشبهني بالنادي الأهلي الأخذان كل من يحاول النايل حلوة حلوة اللي فكرينه نايم بمجرد ما حيتاود يتاود الأخذان حتنفض حيقد عليهم لأن خطوط ضعيفة فأنا أنا المشهد ده يعني لعبقاري استحضرني لعبقاري بجد وأنا أناقش قضايا أنتوا بتعملوا في النادي لا يا رماعة بتعملوا ايه انتوا فكرينه نايم ها انتوا فكرينه نايم لأ يعني من أهلي ومن تاريخه ومن عرقته ومن قيم ومن سوابته انتوا فكرينه ان المرحلة سنة اثنين ثلاثة اربعة في ظل مؤسسات رياضية أو بعض الناس اللي هي متضيقة لأسباب تخصها ما بنقولش لحد ما تتضيقش وما بننكرش على حد ان يبقى له موقف لكن انك تتجرع على الأهلي وعلى مباده على قيمه وتتطاول على رموزه ده اللي بنرفضه الخلاف دائما يجب ان يحصر في نطاقه في قضيته في نطاقه الرياضي انا وانت مختلفين على حاجة رياضية هو انا من حقي ولا مش من حقي تعال انت تثبت انه من حقي وانا ثبت انه مش من حقي من غير لما تكرهني ولا اكرهك ولا اشتمك ولا اشتمك انا اشعر بالأسى والأسف من هذا المشهد اللي يخلي ابناء من ابناء النادي الاهلي يطلعوا يتكلموا بهذا هذه الغصة وهذا العنف وهذا التجاوز في حق النادي الاهلي النادي الاهلي مش واحد انا زعلان من اي حد من عدلي اللي في النادي الاهلي خلي خلافي محصور في الشخص مش في المؤسسة ما يبقىش هو الحقيقة كل واحد فيهم يقولك انا مش مختلف على الكيان ويفضل يحذف طوب ويسيد الكيان ويقولك انا المختلف مع الأفراد انت مختلف مع الأفراد عشان قابلته في الشارع في مشكلة بينكم وعنناك الاح sky لا منت ما بتقولش فلان من هم عشان رئيس النادي او عضو ماجلس لا اتبتقولش فلان خالص انت بتقول فلان وانت بتسرد وقاع لكن الخلاف الاسل تقولي اصل الاهلي مش عارو بيعمل ايه اصل الاهلي هو الوحيد اللي بيعترض اصل الاهلي هو الوحيد اللي بيشدم الظلم وحتى شكوى من المسؤول وشكوى بمناسبة الاهلي كمسؤول في الاهلي كويس مش بيتكلم على معه انت ممكن عدلي يعني ممكن عدلي يبقى مسؤول في الاهلي بس انت بينك و بينه حاجة شخصية عايز تقول كده انت عايز تقول كده هو الضور بقى انك تنجح في تقنع راية العام ان ده مسألة شخصية طيب اذا كانت مسألة شخصية تزعل من نادي الاهلي ليه انا ممشيش من نادي الاهلي اذا كانت مسألة بيني وبين مدرب امشي من نادي الاهلي ليه حتى لو تقول لي أنا كلمت وده كلام مش مظبوط لأنه ما كانش حد حيتجاهل شكاوى دي تفسير لكن أنا اللي عايز أقول المشهد مؤسف المشهد يعني يدايق يدايق جدا وبعدين سقطات التاريخ بيسجلها ومحطات قد تصفر إلي خطوات برضو ما لهاش ثوابق في النادي الأهلي الأمور وصلة إلى حد أن بقى وكأنك تشعر أن هناك خط في الإساءة للنادي الأهلي مستمر يومي ولذلك أنا لما بقول كنا بنقول ما تستعمنيش هرم دولة تقول لي فيها فيل أنت وصلت أن كل ما أقول حاجة تقول لي لا دانا نادي القرن لا دانا القيم المبادئ لا دانا نادي الوطنية لا دانا مش عارف إيه لا دانا وبعدين نيجي في وسائل الإعلام لما ييجي موسم الانتقالات لا ينظر أحد غير للنادي الأهلي إذا نجح يضم أحد إيه كوين مئة الناشئين دول ما اللي بتعملوا إيفقة عن الناشئين إذا ما يشوفش منهم المواهب اللي موجود تلعب النهاردة في الفريق الأول واخد بالك لما تيجي تتكلم على صفقات أجانب اللي ما تجيبوش آه أصلي أنت مش قادر ومعندكش فلوسه وبعدين ترجع في اللي تجيه تطعن فيه تدور على نقطة ضعف عشان تلحى عليها سواء فنية أو أي حاجة زي اللي بيحصل مع سافيو وانت حتناقش هذه الأمور قطعا بتفاصيل يعني لكن اللي أنا عايز أقوله يا جماعة إذا ركزت مع أي حاجة في الدنيا وسمي إحنا فيه قطبان صح ولا غلط تابعنا كقطبان أهلي وزمالك انتو بتقولوا قطبان طب انت ليه مركز مع كل شيء في النادي الآلي ولا تتحدث اطلق. يجي كابتن حسام عشور. يبطل. هو مش عارف ايه. يطلع العيد تاني ما يقيتش. اما الاهلي بيسيبوا لك. اين حازم امام? كم مرة? كم برنامج استضاف حازم امام يقول له هتعمل ايه? زمالك وانت كنت اول واحد روحت اجدت. زمالك مجدد لكش. ايه خطتك? عملوا معك كده لي. حد يناقش هذه القضايا? حد سأل اوباما ده زعلان من ايه وشكله ايه? محدش بيناقش المحترفين. محدش بيناقش. طب انت انت عمال بتتكلم وبتترصد في قضية كهرباء كل يوم. اتكلمت على قضية الجزيرة ويبتقى بتفاصيلها و 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 اطرفها وحققت وعملت. بالعكس ده انت ده انت قضايا النادي الاهلي كلها ثبت ان كل الاتحادات كل الاخطاء في ضد النادي الاهلي. اذا اذا جوابي يعني يتلعب فيه ويرسل اه عشان يضيع عليك فرصة انك تنظم البطولة في كرة الخدم. ويضيع عليك بطولة. ويتم التحقيق ويعرف المسؤول ولا يحاسب. بعد كده تسمع ان في. تسمع ان الوزير يقولك الناس نسيت خلاص. يعني ما. ما هي مش في صبتي. ما حدش بينسى. ما كابت الجمبير بيسألو قالوا خلاص يعني الناس نسيت. نسيت. هي الفكر ان الناس نسى. اه بالضبط. اذا بتدفن يعني الجرام تدفن بالنسيان. اه. خلاص اذا كان ده المنهج. وهو ده الصالح العام. بتعالها كلنا نزو قابل عصان والناس تنسي. اه? ما فيش تيجي في في اتحاد كرة ال اه اه اليد ده اقول لك. ب ب ب ب ب عطاله الاستغناء. والشيك بتاع عشان استنى. هنصور لك الوقت واه بقول ويعز نعف الزمالك. من جهاز المنتخب. حسن انقضاح في الشمس. وانا اعف باخد الاستغناء. والاتحاد يواجهه الى. طيما هدالعين في متخب بلده بيتقل وين مدر منتخب بلده إذا كنت عايز تستمر ليعمل الفيديو ده هيعمله وهكذا وهكذا قضايا مستمرة من هذا النوع أخيرها حتيجي تناقش اللي بيقول لك مشاكل الكرة الطيرة أنت عملها فقرة مش كده هنأجل لأنه دي فيها 3-4 مواقف كل واحدة بينهم يعني يتحقق فيها ولازم يتقلل الرأي العام أنت هتعمل إيه في المشكلة دي محدش معني بالإجابة خلاص بقت العملية آه فيها فيل والرأي العام هو عم منعم إبراهيم أنت بتضغط عليه يقبل الحقيقة اللي هي لا تصدق العلبة دي لا يمكن يكون فيها فيل بس بالضغط المستمر والإرهاب هقول لك فيها فيل يا سيد أنت عايز نقول لك فيها فيل فيها فيل لا ما فيهش فيل طب ما فيهش فيل طب إيه اللي يطلعنا به من هذا الموقف أين أين الصالح العام أين القدوة أين فكرة أن أعلم الناس ما تجدبش ما توجهش يعني يعني بقى هناك مواقف شخصية في كل القضايا الرياضية سيد إبراهيم وقف الأخي يقول لك الأهلي بيشتكي تماما ما فيش ضحية في هذه الأمور كلها إلى ناس جوه النادي الأهلي يعني هل هنستمر على هذا الوضع كثيرا ولا هناك من ينقذ الرياضة المصرية بحق طيب مين اللي ينقذ الرياضة والرياضة مجهولة بقضايا فرعية غريبة وعجيبة منها مثلا كابتن سيد عبد حفيز مدير الكرة في النادي الأهلي مندوبين عن إحدى الجامعات الأمريكية كلموه وهقول لكم اللي اتصل بالكابتن سيد مصريين وتوانسة مندوبين لهذه الجامعة الأمريكية علشان الناس اللي بتقول لك دي جامعة وهمية واتضح إن هي فنكوش وإنه ما فيش حاجة اسمها كده لا دي جامعة علمية أمريكية موجودة وأنا حتى هوريكم يمكن المبنى العلمي بتاعها في المدينة الأمريكية ده تحديدها على جوجل بعض الناس حددتها وده وهتشوفوا المنشأة نفسها على فكرة هم تكلموا الكابتن سيد وهو في تونس قبل مطشة الاتحاد المنستيري وزاروه وتصوروا معا السادزة تونسيين وأحد المصريين العاملين في هذه الجامعة هم شافوا لسبب أو لآخر تقديرا منهم لكابتن سيد عبد حفيز أن يمنح درجة الدكتوراه الفخرية من هذه الجامعة تقديرا لدوره في الإدارة الرياضية ده تقييمهم وده تقديرهم لهذا الإنسان الجهاد المحترم اللي بيقود تجربة اللي بيقود تجربة اللي بس حط دي في اعتبارك لأن ده كان كلام الكابتن سيد لي لم أكرم إلا لأن في منظومة زي النادي الأهلي لفتت الانتباه فبدأ يشوفوا مين العناصر اللي مشاركة في هذا العمل العمل الاحترافي الراقي أي فأنا كان في تونس بيعمل إيه بيسبق الفرق عشان هذا النموذج لفت نظرهم أي إيه النادي اللي بيبعث مدير كورة يعمل لها 1-2-3-4 رحمن حينه الدكتوراه الفخرية الدكتوراه الفخرية مش معنى كده أنه بقى دكتور في ساينس هذه عملية تقديرية لها مغزاها أن تخترني وتشاور علي هو ده التكريم لكن أنا مخدتش يعني علاوة مهش جاجة نوبل يعني ولا خدت أن أنا بقيت محاضر بهذه الصفة لكن أنا قيمت لإني ناجح في مؤسسة ناجحة فاستحقيت من تقديرهم الشخصي وعلى فكرة أنا تحريت وأنت تحريت واكتشفنا أن هذه المؤسسة منحت هذه الجائزة للعديد من الشخصيات في مجالات مختلفة في شمال أفريقيا تحديدا كمان في مجالات مختلفة في القانون والاقتصاد وهي معنية بالنطاق ده مغربة وتونسيين ومزائريين كتير في مجالات مش رياضية بس أيا كان أنت بقى وبعد شو حيقول لك إيه أنا صاحب الدكتورة الفقرية الحقيقية ما هي ما لهاش حل إلا كده يعني أيه الموضوع راجل ناس حبيت تكرمه وكرمته وممكن أنت تكون شايف نفسك تتحقل تكريم يا سيدي ممكن محدش بينازع أحد لكن ما نعودش نسخب في بعض الموضوع بأسامج يعني وصلنا إلى حد ده راجل لابس بتاع زي مش عارف إيه خالي من الأناقة وخالي من البتاع وطالع التارق على تيشيرت مش عاجبه بصفتك إيه لا أنت أهلاوي ولا هتلبسه ولا أنت معنى بيه ولا هتشتريه ولا القضية ولا ليك لازمة لا ليك لازمة كل حاجة في مكانك لا في السياق ده ما ليك لازمة في الموضوع إنما تطلع تتطوع لمجرد أنك مستمر في تلفت النظر ده أنا بكره الأهلي عشو شوفوا الحتة بقى جنبكم القرابين بقى ما ينفعش يا جماعة والله خلينا بيستمر كل واحد يعتد بنفسه لأن إحنا بنوصل أحيانا نتنازل إلى درجة يبقى برايسلس ما فيش التمن مش التمن إيه التمن إنك تقعد تقول حاجات تسيق إليك والتاني اللي يطلع يقولك التالت ما هو كسب التاني التاني اللي معرفش يكسب التالت يا رجل ساكن شوية أنت كنت متقفلينة تستنانا بعد البرنامج إيش هنجيبك النادي الآلي والله والله هذا حدث وربما يكون ده اللي مضايقه ده مين بتاع التاني والتالت ده خلد الغندور لا لا خلد الغندور ده خلد الغندور ده خلاص ده قصة تانية ده خلد الغندور ده لزيز ده قاعد بيقول كلام تبتتكلم على أحمد عيد عبد ملك أنا بتكلم عايز تتكلم أنت تقول أسماء أنت حور أنا بشاور بس مني لو قابلته كنت هقول بنا ما قابلتوش نيبش محقول يعني خلونا نتكلم في حاجات هدي اللي ملاش لازم طب ليه 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 المواقف دي خلاص رميت بياضك والناس صدقت أنك ما بتحبش الله طب وليه تبقى تقول أبحبش الله ما تقول أنا بحب الزمالك بالضبط الله 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 ما أنت ابن الزمالك مارس حبك وتعدي يا شيدي أنت ابن الزمالك طبيع أنك تحب الزمالك بالضبط اتكلم عليه فرح علنا ديك مش كل حاجة تسخف وطفاق لدرجة كابتن محمد شباني ده كان نار بي نخشو وهو مصر على قال له إيه اللي بتقوله ده يعني مش فاكر إيه الموضوع والله بس استغرار إيه إيه الموضوع والإصرار طب أنا هقول حاجة مش إحنا قلنا فاكر الكخة والدحة والبتاع ده طب الأهلي وحش يا جماعة خليكم في الكويس أقدموا كويس ما تسمكم من الوحش ده ما تكين فيه ليه والله العظيم الأهلي ده فاتح بيوت ناس بتكرهوا أكتر ما فاتح بيوت الناس اللي بتحبوا لأن ما عندهمش حاجة يقدروا يعملوها يكسبوا من وراها يقتاتوا من كراهية الأهلي إلا من كراهية الأهلي شغال إيه شغال كراهية الأهلي وإلا إيه المعنى أن وبعدين البرامج اللي ما بيجيبش حد بيحب الأهلي ده طب ما هو سؤال برضو يعني منطقي ما هو اللي بيعمل كده يا جماعة بيعمل ده لجازب اهتمام جمهور الأهلي القاعدة الأكبر ليه جمهور الأهلي ما يجربش أنه يبعد عن كل ده ما يتفرجش على حد بيسيل الأهلي بيحاولوا بس بما هو أنت كمان الناس بتقعدتين إلي بعضها بصة السيد زبراهيم هي الموضوع مش كده الموضوع أن طوبة لما انشغلته نفسه عن عيوب الناس ده مبدأ والدين تعني بيؤمر بهذا ورسولنا الكريم بيقول هذا الكلام انشغل بنفسك حتاجد حاجات أسوأ من اللي انت بترجم الناس به فعشان ربنا استرنا جميعا كل واحد يخليفنا ديه احنا ساعات بنضطر على مضد نرد ونذكر أسماء ونتعرض للمنافس لأن مضطرين نرد حنعمل ايه كل يوم قضية كل يوم موضوع كل يوم تشويه كل يوم ضغط عليك ولذلك أنا يعني وصلنا لمرحلة العلبة فيها فيه اللي هي كده بقى عجبكم وانا كذا وانا كذا وانت مش كذا وانت قولي 42 الحرام وال13 الحلال وهي كده ولو فيه فار من زمان فار من زمان فار من زمان ايه يا معلم ده انت طب هو الفار من زمان ده يعني بيدي لك ايه بيدي لك انه بيتحياز لك يعني انت بتشاول يعني ان هو بديك حقك لا هو بديكش حقك الحقيقة بديك اكتر من حقك وبيظلم المنافس زي جالفر كده بس المرة دي يعني عارفه وكاتفوه شوية لحظات لان جالفر كان نايم وكاتفوه هو نايم بس جالفر ما يصحى هيعمل كده خلصة عنكبوت خيط العنكبوت كلها لانها اخزان برضو صحيح طيب كابتن سيد بيكرم لا بيتكرم على حساب حد ولا سحبه وسلبه اللقب ده من حد والدول الكابتن ولا جاء عيرك ولا جي نحيتك ولا اقرب منك الكلام ده مدايق الناس ليه بجد انا نفسي افهم منطق الناس دول غير ممارسة هذه الكراهية غير النفسانة الشديدة اللي بتحرق اصحابها فيه حد بيتكرم وهو بيقدر ده خصما منك في ايه زي لما يتقال جامعة لليجة الاسبانية فرضت الالي كمادة علمية نموذج للنجاح الرياضي في الشرق الاوسط او جايزة محمد بن راشد تمنح الالي جايزة الابداع الاداري والرياضي في الشرق الاوسط داي داي الناس التانية اشتغل اشتغل على نديكو يا رب نلاقي كل اندية مصر في احسن حالة ممكن تبقى فيه غيرة حميدة ممكن تستنفر عندك شعورك الله وليه انا مش الهتة دي بس مش معنى كده انك تشويها عشان تبقى انها مش مهمة ويوم ما تاخد ما هي اقل منها بكثير تكبرها وتحولها الى الفيل اللي في العلم ايوة ما هي كانت السلطانية اللي ملهاش لازمة اول ما تاخدها بقت ام البطولات تاخد افريقيا افريقيا احسن من الدور والدور ضعيف واضعف من دور موزنبيق تاخد الدور يبقى الدور ده اقوى حاجة وافريقيا دي هي ضعيفة وهكذا لامتى الزهنية دي هتفضل تنتج كل الفوضى ديت بجد لا اصلا خلي بالك استاذ ابراهيم اللي بيقول كده بينسى ان الناس رصدة اه مش بتنسى ايه حي وفقك اللي بيحب التحفيل ازال ل الحظة انك بتجيب له ما يشبه انك انت بتغييز اللي قدامك وده بيسعده يعني انا ليش اي نوع بالسعادة ان انا اغيزل انما شايف كل السعادة ان انا أسعد أولئك الذين يتعشمون في الأهل أسعدهم من غير مغيس حد فكرة أنك تجيز الناس دي فكرة غير إنسانية غير إنسانية تشتمي الناس دي فكرة دي لنا يعني يحاربها ويجرمها وبتاخد عليها زنوب واللي بتشتم ده بياخد حسنات كفاية يعني أنا الأوان يعني ما هو ده اللي أنا عايز أقوله حتى لكبار رموز الرياضة اللي عايزين يطلقوا مبادرات نبزل تعصب هتطلقها زي مش محتاجة هي دي مش مبادرات يا جماعة دي أساسيات تربية يعني نبزل تعصب بإن إحنا كلنا نبقى ناس فير جدا وطحين جدا شفافين جدا لا نتجهز من غص بعض هايش حابقة فيه تعصب لو أنا مخصر محدش غزني خلاص هنم داي وميع على نفسي تاني يوم الصبح على اللي بقولي هرد لك وطب طب علي ونقعد مع بعض نهزر ونضحك لكن لفض الواحد بقى ما بنامنيش الليل بالسخرية والتهكم والإقلال مني هيتطور الأمر إنه بقى فيه عنف اللي عايز ينبز التعصب مش بالمحاضرات ولا بالمبادرات ولكن بالأسوى الحسنة والتصدي للزواهر السلبية بصي ما شو أنس أي مجتمع يبدأ ينشغل بالمبادرات والندوات ومنأشة وصول الكلام اعرفوا إنه فيه خلل كبير اعرفوا إنه فيه خلل كبير لأن المجتمعات الحية الناضجة بجد فيه حاجة اسمه القانون بدقوا فيه التربية فيه حاجة اسمه القانون إنت بترب الناشئ من صغره إزاي بيحترم المرور إزاي بيحترم حقوق الشارع إزاي بيحترم الناس وما بيكلمها إزاي بيحترم نفسه إزاي بيحافظ على بلده إزاي بيحترم سلوكه كل دي أساسيات لو أنت فرض القانون على الجميع على الصوت العالي قبل الصوت الواطي مش هتبقى لا تحتاج لمبادرة ولا ندوة ولا الكلام اللي بيتالده كله الكرسات طبق القانون الكرسات يا أستاذ إبراهيم بتاعتنا وإحنا فيه ابتداء وفي حضانة كان مكتوب عليها وإرشادات اغسل إيدك قبل كذا منظومة الكرس اغسل سنانك قبل كذا اسمع كلام مش عارف مين عشان يحصل لك إيه بالظبط فحب لأخيك ما تحبه لنفسك لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد بالظبط كده فكنا كل يوم الكرسة دي في إيدك بتقرأ الكلام بيبقى عقيدة جواك بتتكون بتتكون مش بند مش أن أنت لكن كل واحد يهدر القانون ويتسطر على خرق القانون ويتكلم على مبادرات نفس التعصب لا خلونا نحترم القانون خلينا نفرض القانون لا هتحتاج لها لأنه هو المتعصب ده بيعمل إيه اللي أنت عايز تنبزه لا يعني تخلق القانون لأصاذ إبراهيم وتطلبني باحترامه الرجل اللي أنت عايز تنبزه ده المتعصب بيعمل إيه بيخرق القانون حاسبه بالقانون هو يعني تعصب فخرج بره يطار القانون سيادتك حاسبه بالقانون لأكثر ولا أقل افرض القانون على الكل ولما تحاسبه بالقانون لا يلا فيه المتعصب ولا متشدد ولا متطرد ولما تحاسبه بالقانون تعمل إيه تنفذ طبعا يعني أنت هتحاسبه في الخيال محاسبة كده زي الإعلان التخيلي عرفنا مين الجاني وسايبين ومكانه عرفنا مين مش عارف ايه وسايبين وفي أخرتها يعني هو أنا يجب يترسخ عند الناس هو أنا لما شاور وأقول أنا حققت وعرفت أن فلان الفلان اللي أخفى الجواب والذلس والعمل وبعدين بيترقى وبيأخذ مهم أكتر من الأول كمان وشاب الشيء يذكر هو أنت النهاردة لما يكون ده دليل أن احنا عايشين مش فاهمين يعني لما تبقى فيه قيادات بتنتقد بتنتقد قرارات المجالسة يعني ما يجي الأساس ثروت سويلا يقولك أنا ضد كلاتنبرج ويحرط بقى الحكام اللي مش واخده مستحاعته هو بيقبط كاب يا راجل ده أنت مسؤول في الرابطة اهي دي كارسة بقى يا راجل ده أنت شريك في القرار هو أنت بتحرض الرأي العام ضد الرابطة أنت بتعمي ليه بالزبط أنت بتقول والله أنا كنت مش موافق بس هم اللي بيعملوا هل أنت شايف وقد بدأ الأمر ونفز على أرض الواقع أنه كده بتساعد بما تقول ده أنت بتكرس أنه كنت الراجل بتواجه الدنيا بقى ده حقيقي بقى ما هو قالك هو مش قالك قبل كده ده رئيس الزمالك تتكلم على قرارات مؤسسة بتنتمي إليها قول اللي أنت عايزه جوه لكن في الآخر لو القرار صدر لازم أنت تدافع عنه هي دي الإدارة وهي دي المسئولية وده اللي تعلمناه زي كنت أهلاوي لازم تعرف المبدأ ده لأن إحنا كلنا أستاذ إبراهيم لن ننتصر رأينا إيه الهدف من أنه يطلع يقول الكلمتين دول النهار ده مع أحد الزملاء إيه عايز توصل لإيه ما هو لازم وراها حاجة طيب عشان دي بقى على بينا لأنه خلاص أيام والدور يبدأ اللي هو سروت سؤالا عضو الرابطة عضو الرابطة اللي بتدير المسابقة وإحنا تكلمنا قبل كده ولو إحنا غلط قولولنا أنت غلط صاحب القرار ما ينفعش بقاله رأي معلن قولاً وحيداً ألف بقى إدارة أنت رأيك يتحول إلى قرار ما هو قال رأيه ورفض خلاصنا لما أنت تطلع في الإعلام تقول أنا مش مع وجود رئيس أجنبي للجنة الحكام أيه بس الراجل شغال أنت المفروض تمشيه بالرأي بتاعك وسلب السقة بتاعتك في الراجل أنت خلاص أنت سحبت السقة من هذا المسؤول للجنبي يا أخي زبراهيم أنا آسف هو ما سحبش السقة من الراجل هو سحب السقة من المؤسسة التي ينتمي إليها لندخرار مؤسسته يعني هو الاختيار الرئيس لجنة الحكام اختيار للاتحاد ولو اتحاد هو كان مؤمسسلا هو مؤثل الاتحاد في الربطة الله لا يا أستاذ إبراهيم ما نعودش المواجهة أنك أنت بتنتقد طيب الربطة أو الاتحاد أنت بتنتقد المنظومة المسؤولة عن كرة القدم اللي أنت عضو فاعل فيها أنت كنت المدير التنفيذي أنت كنت بتعين الحكام إذن أنت راجل ببساطة مشارك في كل الأخطاء اللي بتتصلح النهاردة هي الشطارة يعني بتستقطب مين عندنا ناس محترمين يا سيدي عندنا ناس محترمين لكن شغلين بطريقة هلط بدليل اللي شفناه بدليل شفنا الراجل لما جاء عاجل تعرف المشكلة فينا أستاذ إبراهيم الراجل ده مش هيسيبه يكمل بالشكل ده طبعا ليه عايز ينزل بسن الحكام الدوليين عايز ينزل التقاعد تنزل شوية فدخلنا بقى في السبوب اللي عشت ضبابير فطبعا يبتدي الأستاذ سروط بالتنصيق مع آخرين هو سروة سلم بيقوله ويش يقولك ويجيب ليه أجنبه عنده يا صمع فتاح يعني هو كده ده حتى بيحجر فيها فيل يعني بيحدد وعايز ليه يا حبيبي يا حبيبي ده صراع بقاء كل الناس دي حاجة ترجع تاخد خيوط اللعبة في إيدها تاني عشان يستمر هذا الوضع الذي أودى بمكانة الكرة المصرية في الاستمرار للأسف دي ناس بتحارب من أجل الانفراد بالسلطة لأنه موجود مش يقبل مش يحمد ربنا أنه أحد الباقيين في هذا الأمر لا لازم يطيح بالموجود بقى فيشتغل ضدهم شوكا بجنبهم معرفش كيف يقبل هذا الأمر يعني أنا مش عارف الكلام ده مين اللي تحاسب عليها رئيس الرابطة ولا مجلس دارة الرابطة أنتو عندوكم متحدث إعلامي يفترض أن في حد من السادة أعضاء ربطة الأندية متحدث باسمها هل هو اللي هو سروة تسويلا حتى لو لو هو سروة تسويلا هل من حقه يتكلم عكس قرارات الرابطة بالزبط كده أنا متحدث بقول قرارات الرابطة ودافع عنه حتى لو عكس رأيي طبعا ما احنا كنا نألف بقى بنعمل كده طوله ده فوضى وكلام فارغ وهو كان عايش معنا وكان بيشوف أحيانا ما بنقدرش نؤثر في قرار لجنة المسابعة لكن نطلع برا ندافع عنه طبعا أساسيات الإدارة أساسيات إدارة وأمانة الإدارة طبعا وتحمل المسئولية أما الصورة الهزلية اللي احنا عايشينا دي الله أعلم هتودينا فين انت بتحرد على الموسم قبل أن يبدأ بتطعن في أهم حاجة يعني عايزيني الجمهور يحترم التحكيم وانتو ذات نفسكو اللي بتطعنه في رئيس الحكام في فوضى أكتر من كده بجد اللي انتو جايبينه اللي انتو جايبينه بياخد خمسين ألف دولار في الشهر ده بياخد فلوسكو لا يا سيدي هم ما خدوش فلوسهم من قبل ما يجي كلاتنبرج أطبع ما كانت موجودة معاكم وبعدين كلاتنبرج مؤكد أن فلوسهم بتتمول من البقاء شو عندسوا حتى الحكام انت الأنديا بتدفع كل ديادة بتدفع مليون وي انت عايزة فهمني يا صازي براهيم ان المدربين الأجاني بو كلاتنبرج فلوسهم بتدفع من الاتحاد لا طبعا ما يقدرش عليها الاتحاد فالجهات المسئولة شايفة مفروض الرعاة شركات الرعي هل بتتحمل ده أيا كان بس هي مش عب دي مش مستحقات الحكام مستحقات الحكام كانت عندك السنة اللي فاتت وانت ما صرفتها والأنديا بتدفعها لك وخدتها من الأنديا وما صرفتهاش او ما خدتاش من الأنديا ما انت بتسمح لهم يستمروا من غير ما يدفعوا اللي عليهم ده الموضوع في دك انت وبراء التحكيم والمدربين الأجانب أعبقهم على الشركات الرعية حلم ما ده زكاء يبقى ما ترميش بقى ان هو بياخد أكتر من الحكام ما هوم دي فلوس ها مالاش دعوة بالحكام فلوس كلاتنبرج أو المدربين الأجانب مالهاش دعوة بالحكام فلوس الحكام عبد حضرتك اسرفها له الأنديا دفعها لأن كل ناديا بيدفع تقريبا مليون وثلتمائة ألف قبل بداية الموسم فلوس الحكام والمفروض ان انت ما بتسمح لهمش بالقيد اللي زفح اي اذا كنت انت مش بتطبق ارجع حاسب نفسك بس لكن لو بتطبق نطلع لفاصل اهلا بحضراتكو من جديد شوفنا جاليفر اللي ظنوه انه هو نايم لكن بمجرد ما هيفتع عينه هيعمل كده هيقطع كل خيوط العنكبوت اللي المهندس عادلي يفكر الناس بيها واحدة من قصة الزمان لكن مع هذا يبقى لدينا الكثير في الغربال ابتدينا بقى خدوا بالكو عشان ما نتلدغشي من الجحر ده مرتين ثلاثة كفاية اللي حصل السنتين اللي فاتوا لانه هو منهج واحد ييجي الموسم يبدأ يدورلك على اشتغالات ازاي يشغلك بحواديت ومشاكل ازاي يهز الاستقرار اللي عندك ازاي يحرط جمهورك ويقلبوا عليك ازاي يقدر يفتعل لك المشاكل وكل شوية يدور لك على حاجة لعب تمطش الاتحاد المنستيلي الناس انبسطت من مرسيل كولر كل المحللين قالوا الرجل برونو سافيو ده لعب كويس قوي ده قضية ده اضافة قوية ده بيمسكها كويس ده النموذج اللي لالي كان بيدور عليه ده اللي هيفرم على لالي كل الكلام ده تقال بعد مباراة الاتحاد المنستيلي نبدأ بقى فجأة وإز فجأة امبارح واول امبارح ميدو يلعبها مهيب يصدوها ده يرجعها اربع خمس برامج شغالة ورا بعض على الرجل ده برونو سافيو وكأنه سكريبتي فعلا واحد اتوزع بسك على برونو سافيو والله ما نخايف انت صلك قلت اسماء ما نخايف عليك لا تنبرج إلا من الكافتيريا إياها اللي كان فيها عشور واللي كان فيها الكافتيرية أصحاب النفوذ والقرار اللي بيتلموا اللامة إياها أنا خايف أو لو لقيت الرجل ده راح الكافتيريا دي اقفل الصفحة على طول إحنا برامج بقى تتناول الراجل ده له مشاكل في بوليفيا ده احتمال يتوقف واحد يروح يجيب يقولك اتصلنا برئيس لجنة الانضباط في الاتحاد البوليفي ويتقال على لسانه كلام فيقوم التاني يقول كلام عكسه ويقول اتنين ناس بينه لنفس الراجل ومستعجلين قوي على عقب سافيو وعلى تعكير مزاج الجمهور وعلى هزي سقة الراجل في نفسه وازاي نقدر نشغله ونشغل للأهلي الكلام ده دي سيناريوهات بيتفق عليها في الأهول اللي المونس عدلي بيشاور عليها دي سيناريوهات بتتوزع وكتير من الجماهير بيتلقفها للأسف أولا يتفاعل معاها ويرد عليها وهم بقوا محافظين الطريقة ارميها وخلي الناس تتلمى عليها وتتشغل على الموضوع حد من الأخوة في البرامج دي اتكلم على هو أوباما لعب الزمالك زعلان ليه حد على فكرة مش مطلوب منهم انهم يعملوا مشاكل للزمالك ومش مطلوب منهم انهم يفتعلوا أزمات للإسماعيلي بس كمان ايه العور والحاول اللي مخليك إعلاميا مش شايف إلا النادي الأهلي وإيه عدم الأمانة في حدة ان انت لا تستهدف إلا الأهلي وإيه الكلام اللي مخليك باستمرار نفس الإسكريبت موجه بمشاكل ضد الأهلي لعدد كبير من البرامج كل برامج تتكلم على صافيو يا 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 ساذ ابراهيم أنا سألك سؤال قبل صافيو كانت القضية إيه؟ الفانيلا والشعار هل الفانيلا والشعار دول ظاهرت أميتهم الموسم ده ولا إحنا من 1907 محدش كان بيجيب سيرتها كل سنة كان بيقولك فلان فلان يسافروا عشان الاتفاق على الملابس وإيه بعدين تروح عامل الفانيلا وخلصت على كده الناس شاهدتها في الدول إيه ده إيه ده وجمهورنا ما هو جمهورنا عشان بيبلع الطعم بيدي لهم الفرصة لما جمهورنا هتم بس هم جمهورنا بقى بسرعة فاق فيطلع يقول له انت مالك هو كده اللي يتكلم من دول انت مالك إيه داخلك يا سيدي ما تلبسهاش لكن إذا كان اللون ده بدايك طول عمره بدايك يعني مش جديد إحنا ما اخترعناش يعني اللون آهلي أغمى أفتح بتاع كل مرة بييجي بديزان غير التاني لكن يخلق لك قضية خطيرة جدا في هذا الأمر فتبتدي تتكلم فيها بعدين الصفقات فين صفقات لما خدت سبع لعيبة منهم أربعة ولا خمسة في المنتخبات كلهم على فكرة في المنتخبات والمنتخبات الأولمبية ما دي لعب أي واحد منهم ممكن يبقى عندك بكرة الصبح فوق موضوع الخط للسراتيجي التاني المنطقي إنك ما تجيبش ناس هو واحدة يجيب حد مميز قوي يوحد صفاري خدجيب حد أقل وده بيبقى ناشئ عشان يبقى مستعبى قريب تجهزه بالطريقة اللي تعجبك لكن انتقاط فين بقطع ناشئين لا أنا عندي قطاع ناشئين بدالين أنه أكبر عدد من اللعيبة في المنتخبات اللي بتملك اللي بيبقى مع عندي إلا في الفترة أخرى لما ببدأ اللعب يشتغل لكن أنا كمان من حقي بدري بدري أدعم هذا الخط بأكبر قدر من المواهب علشان أتفادى الضغط اللي بيحصل عليها النهاردة والناس اللي بتتحكم في قراري النادي دا عايز يديه ياخد منه ما يدينيشه النادي دا عايز يفرض عليها سعره والنادي لا يبقى في الأهل وهو عنده قطاع قوي يبقى بيجيب العناصر اللي يقدر عليها إن شاء الله من بره في الأماكن اللي بيحتاجها بشكل مميز أو ساعتها الميزانية ممكن تركزها في حد أو اتنين أو تلاتة بشكل يعدص فارق لكن قضية ولا يتحدث أحد عن هذه القضية في أي نادي آخر خالص بالعكس إشهادة وبعدين كل لعيب يروح النادي المنافس يبقى خطفهم الآن يا عم دا مصطفى شلبي دا رئيس النادي قال لك هو النادي الآن اللي نسحب ليه دا هو هو أشاور النادي الآن خلاص نفض إيده من الصف عليك الآن من شهر شهر ونص إنما لأ خرج العناوين عدد مالك يخطف صفقة الأهل طيب على فكرة كل الكلام الفارغ دا شيء ونحن نوصل لمناطق أخلاقية شيء تاني واللي كانت الحركة اللي فيها بقى تدني أوي نوصل لمرحلة التنمر والعنصرية ودي مصيبة سودة في الملاعب الجادة بره يعني تعالج بقوانين صارمة جدا لمدرج التلويح بأي سلوك فيه تنمر أو عنصرية كابتل محمد فاروق معاهل كابتل رضا عبد العال كابتل محمد فاروق ابن النادي الأهلي وكابتل رضا عبد العال اللاعب انتقل للآله في حركة انتقال أو فيه فترة كانت مهمة جدا بيتكلموا على برونوسافيو انتم متخيلين انه مثلا حد يوصف لاعب بالإرد ممكن يقولك ايه انا قصدي إرد كورة بس لما تتكرر ويتقال إرد انت شفت إرد فالتاني كابتل محمد فاروق يقول له اه بس اصلا ما تدولوش موز بصوا المستوى في الكلام والإساءة للاعب في الاهل وقتها حد لو ده او ده او ده كان يقدر يجرؤ ينطق ده على لاعب سامسون او لاعب في الزمالك لا يمكن ومش مطلوب منه تاني يسير للاعب لا في الزمالك ولا في الاتحاد ولا لاي انسان ببساطة بيحصل ايه في الاهل لانه هامنا العقاب ولا يحدث الزمالك لانه كان سيعاقب وشوفنا البرامج اللي بتتوقف لمجرد انها تقول لا والمزرعين اللي بيطلعوا يعتزروا وشائعة على شائعة يعتزر على خبر غلط قاله وقناته تتمنع وبرنامجه يتوقف وحاجات كتيرة جدا طب يا جماعة احنا بنوصل لمرحلة ان انت بتتكلم على لاعب بتنمر بالمستوى ده الكلام ده استفاز النقد الرياضي العزيز اللي استاذ محمود صابري مدير تحرير الاهرام والمشرف على القسم الاقتصادي القسم الرياضي في الاهرام فكتب النهاردة تحليل اخباري بعنوان عنصرية فضائيات الفتنة محل الرياضي يصف البرازيلي سافي بالارد والموزيعي يشاركه في التنمر وبيقول محمود صابري على الرغم من ان حروف كلمة عنصرية تتسم بالقبع في كل زمان ومكان لما تحمله من اساء وتنمر ضد الاخرين الا انه على ما يبدو لا احد يتعلم الدرس سواء كان بعيدا او قريبا فمع ان قضية مهاجم منشستر يونيتد الانجليزي ضد المشجع المصري الذي وجه له عبارات مسيئة على مواقع التواصل ليست ببعيدة عن الازهان والعيون الا انها عادت لتتكرر ولكن هذه المرة على قنواتنا الفضائية في احد البرامج الرياضية التي سقطت في بئر العنصرية بتعبيرات وتشبيهات لا تليق وليست لها اي صلة بالروح الرياضية وبيحكي محمود صابري اللي حصل وبينتهي كما ان عليها تطبيق ما يسمى الاكواد في التعامل الاعلامي سواء في الخطاب او السلوك الصادر من مثل هذه القنوات لانها تثير الفتنة والقلق في الشارع الرياضي بل ربما يمتد اثرها المدمر الى الخارج في حال اذا لجأ اللاعب البرازيلي الى القضاء مثلما فعل مهاجم منشستر يونيتد راشفورد الذي يبعد اميالا طويلا عنه وبيتحدث محمود صابري على بالتالي فلابد ان ندق نقوص الخطر بقوة ضد دعاة الفتنة الرياضية لان المثل يقول معظم الناري من مستصغر الشرر بالنسبة مستصغر الشرر ده بالصدفة الشديدة فيه اعلان عجيبني جدا بيتقال دلوقتي ايه في التلفزيون بيتعرض لظاهرة التنمر ان الكلام اللي انت بتستتصور انه كلام بسيط او فيه دعابة او المقالب اللي بتعملها في صحابك ازاي بتؤثر عليهم وجاب اربع خمس نمازج لاطفال او كبار بيقولوا البعض كلمة ليه علاقة بلون البشرة ده لون جسمه ليه علاقة بشعره اه بجسمه وازاي انه انت بتضحك وبعد كده وانت هم مش قاصد بيروح تعمل في ايه ده اعلان هايل جدا عشان كده القانون بيجرم التنمر بعقوبات واضحة ما انتش عارف تأثير الكلام بتاعك السخيف السامج ده اه اللي انت فاكر انه ده مخفيف على التكوين النفس بتاعه عامل ازاي على الاخرين وانه تفضل لازق فيه وافلام كتير جدا بيجيب لك انه بعد ما بيجبره وتتسنى لهم الفرصة للانتخام من المجتمع بيعمله كده صحيح فجماعة لا مش انا الاول وبعدين انت بتطالب هنا يعني حزم المتنمرين يا سيدي حزم المخطئين الاول يا استاذ المدانين اه اللي بيخنعونا حزم المدانين اللي عايزين يخنعونا ان العلبة فيها فيه اه مش معقولة يا جماعة والله الرياضة جعلت لتهزيب النفس ولا تكون قدوة لتربية الناس ان يقوله يعني يعني تأسبوا فلان شوف فلان اعمل فلان عايز تلعب كان زماني عايز تلعب انجح احنا كنا يعني انا ما كنت ماسك تنس الطاولة اه اللي تعلمته في النادي الالي واللي كانت بشوفه في الكورة مسلا كان مصطفى حسين رحمة الله علي يعمل ايه كنت بعمله في تنس الطاولة ان لما يجي لي حد من اوليه الامور شتيكي من لعب اقوله اذا ما جاش وليه الامر يشكر فيك ويقول انك التزمت مش هتسافر معنا البطولة الجاية اذا سقطت مش هتسافر معنا البطولة الجاية عشان ما يتحججش ويجي وليه الامر يمنعه من اللعبة وكنا يعني بنصر النتاج مبهرة في هذا الامر لمجرد انك بتاخد شغف الرياضي بلعبته في مكان بيحترم القيم والسلوك القومة وبيساعد البيت ان هو يكمل دورها الترباوي عايزين نرجع لنموذك ده يا براهين عايزين نرجع لنموذك ده طيب سافيو ما دخلش بس في حتة التنمر لا ده فتحوا له الملفات بتاعت بوليفيا وقال لك وهو بيلعب وفيه ليه وقعة انا ما عرفش ازاي حولوها الجناية يعني هو ما اعتداش هو قرب دماغه قربت من الحكم والحكم استخدم سلطاته وطرده وتوقف مطشين انت عارف اللقطة دي أستاذ ابراهيم اللي عمال يقوله ده حيتوقف ده كل مطش عندنا اللقطة دي كل مطش عندنا اللقطة دي وعلى فكرة من أساطرهم ومن نجومهم المحببين طيب اذا كان المعيار كده بقى عايزين يتوقف سنة ما تورونا الهمة هنا هما الزعلانين لين كلاتن برجي يجي عشان الاحتواء والانتماء والبروتوكولات ممكن 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 الله أعلم حيقدر يعاليه ده ولا لا ميدو الراجل واخد على عاتقه مهم موضوع سافيو والبوليفيا اتكلم في الموضوع شوف هو قال ايه عن نفس الشخص مهيب هيقول ايه نشوفه صحف البوليفيا بتؤكد ان كان هناك تحقيق وان برونو سافيو لعب النادي الاهلي الجديد مطلوب للإدلاق بأقواله في التحقيق والراجل تم استدعاه للتحقيق والراجل لم ينتفل للتحقيق ولما قلت الكلام ده روحت بالليل والنهاردة الصبح لقيت يعني ايه السوشال ميديا مقلوبة ازاي ميدو يقول كده ميدو بيقول ان كذا ميدو بيقولش كلام من عنده ميدو ما بيقولش كلام من عنده مهم النهاردة فريق عمل الريمونتادة تواصل مع مارسيلو هاسينتوفويل رئيس اللجنة التأدبية الرياضية البوليفية اللي هو مع الموضوع قصة معاه قال ان القرار هيخرج فيه خلال اسبوعين دي تصريحات يعني طبعا مارسيلو هاسينتوفويل رئيس اللجنة التأدبية الرياضية البوليفية قالك القرار النهائي في ملف برونو سافيو سيحدث في غضون اسبوعين لكن هذا يعتمد على عدم وجود مستجددات في القضاء طب يا طرح هذا الشغف وهذا الاهتمام انتو عايزين سحي تعرفوا مصير سافيو اكتر من نادي الاهلي ولا عشان تنبهوهم ان لا عايزين عقوبة بقى ورونك جدعان احسن بالراجل ده كذا 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 يعني ايه المغزى ان حضرتك تتصل وتعمل هذا الاتصال ما اتحي وقت ما توقف حانتبلغ بي ومن غير تدخل حد ومن غير بتاع وبعدين يا أستاذ إبراهيم الادعابة انه هو الطلب وما هو في جالسة وما راحش انت سألت اتقالك ايه ان المحامي بتاعه ايه ان هو الرجل قال للدارة النادي لجهاز الكورة انا المحامي بتاعه هو اللي بتابع الموضوع مش حابل للنادي يدخل طرف لانه مش طرف في الموضوع والمسألة بسيطة والمحامي هو اللي بيتولاه لا رافض الراجل ولا طلب ولا طلب واذا طلب هيبقى فيه من هناك من يوكل عنه ويمثله لانه مش موجود في بوليفيا دلوقتي قصص على طول طول النار يا جماعة عايزين توصلوا لإيه انتم ما فيش حاجة حسبوها في حالها واللعيب اللي ما جبناهوش ده لو جهه حيبتدوا تكلموا كلفكوا كام وما كلفهوش كام طب ما تتنخشوا بنفس المعار على كل شيء على كل الصفقات ده فيه أندي عاملة صفقات هو أستاذ إبراهيم النهاردة أنا عايزي أسأل سؤال هو الزمالك محجوز عليه ولا مش محجوز عليه الله أعلم هو الزمالك عنده فلوس في البنوك ولا ما عندوش هو الزمالك عارف يتصرف في فلوسه ولا مش عارف هو الزمالك عنده مشكلة في الصفقات انه مولها ولا ما عندوش الظاهر والواضح انه ما عندوش انه عرف يسجل لعيبته يعني معلوش ديون المفروض معلوش ديون في الاتحاد انه اللعيبة اللي جابها متأمنة ومتغطية كلها اذا الفلوس موجودة طب موجودة فين لو في البنوك كانت حجز عليها طب لا مش في البنوك موجودة فين فين محاج بيقول ولحد المجتم يسأل طب اصلا فيه فلوس ولا ما فيش طب الفلوس بتيجي مني يا اخي هو دا مش اعلام مش عارض ما عندكوش فدود تعرفوا اجابة الاسئلة دي كلها برافون زمالك ماشي وبيجيب وبيعمل علي عنا ورأسنا بس اما تيجو تكلموا الاهلي كلموا برضو فيه طرف تاني قطب اخر ما عنده حاجات لذيذة ايه وتقدر تنخشوها وعنده جمهور انت بتقوله جمهور كبير من حقه يعمل ما تطمنه جماهيره ان فيه فلوسه ما تسألوش طب ما تاخد دي يعني اذا كان حيتقال اصحنا ناقشنا موضوع سافيو لانه بقى موضوع رأي عام الاول احنا هنجيب مهيب دلوقتي وهو بيقول رأيه بنان على الاتصالات اللي عملها وارجع اقول لكم طب هو احترام الرأي العام في القضية التانية فين خلينا نشوف مهيب الاول تواصلنا من بوليفيا مع رئيس المحكمة التقديبية عشان موضوع سافيو موضوع سافيو ممكن من بقى لحكرة المحمود فايز جاب لنا خبر مهم جدا وترجمه لانه كان مكتوب بالاسباني وفيه كلام ان سافيو ممكن يتوقف من ست الى من ست شهور لسنة الراجل وضح وتكلم والامور وضحت ان ممكن هذا الاقاف يكون اقاف مع اقاف التنفيذ يعني من ست شهور لسنة لو اتوقف سافيو برونو برونو في سافيو هيبقى مع اقاف التنفيذ ودي حاجة مهمة جدا لقلك ان دي مسابقة ودي مسابقة واعتقد ان مشاركة سافيو في المباراة الاولى كانت تحصين ليه بشكل كبير جدا نادي الاهلي ما بلعبش برونو نادي الاهلي اكيد متابع لانه نادي الاهلي لم يعلق على اي مش عايز اقول تسريبات لكن هي بالفعل تسريبات من بوليفيا بقرار المحكمة التقدمية باقاف سافيو لكن يتحكم او يتحتم على سافيو لو مع اقاف التنفيذ هيبقى لازم في مصر يكون الموضوع منضبط جدا 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 لان الغلطة بجود هتبع عقوبة جديدة مع العقوبة القديمة هيبقى اذا صح الكلام ده التحرش باللاعب ده للنهار والتراصد له للنهار شوف هم متضيقين ان جبت واحد دعيب كويس ازاي نشوهه ينطعن في فلوسه ينطعن في شخصيته ينطعن في كفاءته الفنية يا ندعو تحت المقصلة عشان نخلص منه ما هذا النهج الخبيث الخطير الذي يحتضن بعض الاعلاميين واصبحوا خلاص عدوا مرحلة ما تستعمناش هرم الى الفيل والمنديل يعني استاذ بورين ما حدش بقى مكسوف وهو بيعمل كده برونو سافيو الاهلي جابه تقريبا من شهر وي ومن اول ما جه اتقالت القضية بتاعت الطرد اللي حصل في مباراة في بوليفيا والناس عالجتها والناس اتكلمت فيها وانا فاكر الكابتن شوبير اتكلم فيها وعرطه وقالك فين المشكلة وفين الدرب اللي انتو بتقولوه ده كان في وقته سكت الموضوع اللي خلها دلوقتي يتفتح عشان الدور يقرب وعشان الرجل ظهر بمستوى كويس هي دي وبعدين لما تنقش حد في يوم يقولك هي قضية رأي عام وانا مسؤول ان انا اتبعها حلو قوي قناة الاولى تيفيزيون المصري زميل كريم رمزي برنامجه زميل صحفي الاساس حامد وجدي بيسألوا بعد صفقة مصطفى شلبي اتدفعت لامبي فلوس كاش وان بيخد فلوسه فكريم رمزي بيقوله ايه بس الزمالك محجوز عليه فبيقوله جهة الماء دفعت الفلوس ما سألوش مين هي لا ده سأل مين هي ولا حد من الاخوة اللي مسكين الربابة لسافي ومستنيله ادري يناقش الموضوع خاصة انه زي ما المهانت سعدل بيقول هو النادي مش محجوز على امواله طب هل الوزارة تدخلت ودفعت طب هل الشرك الرعية تدخلت ودفعت طب هل النادي ام بتنازل وخد الفلوس ايه اللي حصل ما هو في النهاية ده سؤال كبير سؤال منطقي جدا على فكرة يتعلق بالمال العام ويتعلق بحق المعيار بنفس المعيار اللي هو احترام الرأي العام انه يعرف الكلمتين دول يا سيد ابراهيم يفتحوا تحقيق في الاتحاد الدولي لانه بيتعرضوا مع السلامة المالية بيش حاجة اسمها تبرع ولا جهة ما حيقول له اسبت لنا انت مولت منين مصدر ده ايه محدش هنا بيناقش الامور اللي تبني كله بيناقش الامور اللي ايه طالما انها تسيلي الاهل حلوة طالما انها تغطي على اخرين 100% مفيش يعني وبعدين مطلوب مطلوب ايه نابز التعصب عايزين ننبوز التعصب والله عايزين ننبوز التعصب والله التعصب والتحفيل والتغفيل والتضليل كل حاجات تدعو إلى التعصب كل داي هدعو إلى التعصب ادنا في ايدكم اطلبوا مننا حاجة في هذا الاتجاه لمقاومة التلاتة ايل دي واحنا معاكم خدمة عليها بقى التهبل والتهليل والتجويل وكل حاجة هتديك ايل للصبح للأسف هو ده المكون يعني اديك قول راجل حدا في بلوة نقشوها للي سمع راجعوا ولا في برنامج تاني تكلم للي سمع انت لقى يسنان وبعدين ايه طب يا اخي لا ما حد يطلع يوضح لا الفلوس نادي الزمال اكدفع مثلا او نادي امبي مش عايزها او نادي امبي اصطالوا على عشر سنين الشفافية تقتضي الشفافية اللي انتو بتطلبوا بيا وتتكلموا بيا وحق الرأي العام انه يعرف زي ما انتو بتقولوا فيما يخص اختلاق سلبيات ومنخشطها وتسيب النادي يقعد يدافع عنها وهي مختلقة او جزء منها صح بس انت بتدس في معظمها حاجات غلط والمنافسة هتمتع بكل الاريحية وطمأنينة ان محدش بينكش في سلبياته اذا كانت موجودة او ايجابياته ما تتعظم يا اخي اصلا انت بتتكلم الكلام في تلفزيون الدولة في القناة الاولى يعني وفي اي تلفزيون يا استاذ براهيم هو لما كنت لا يعني الكلام في درجة من الجدية لا لا ده انت لو تتبعت بقى البرنامج ده بالذات هتطلع كل يوم بقصة كل يوم لا كريم رمضي طبعا الرجل تعلم الدرس اه تعلم الدرس طيب كابتن محمود الخطيب في رحلته العلاجية في باريس كتب الصحف الكبير الاستاذ سليمان اناوي رئيس تحرير اخبار اليوم السابق كتب مقالته في الاخبار بعنوان محمود الخطيب وبيقول الاستاذ سليمان اناوي يسكن قلب كل اهلاوي وفي زمن ماضي جميل كان الكابتن محمود الخطيب يسكن ايضا قلوب معظم المصريين باستثناء من غلبه سواد قلبه والقى السمع وهو شهيد في زمن السبعينيات كان مشجع الكرة اكثر تسامحا واقل تعصبا كان الاهلوية تحترم وتقدر وتحب الكابتن العظام طه بصر وحسن شحاتة وفاروق عفر وكان الزمن الكوية تبادل الكابتن العظام محمود الخطيب عبد عزي عبد شافي ومصطفى عبده حبا بحب كيف لي ان اذكر مناقب بيبو وقد كان اخلاقا ولطفا وودا وادبا يمشي على الارض ليعمرها بان يكون قدوة حسنة لاجيال حالية وسابقة من اللاعبين اذكر المباراة التي حصل فيها الخطيب على الانذار الوحيد تول 17 عاما في الملاعب جاء خلال مباراة مصر وليبيريا عام 86 بتصفية كاس العالم التي انتهت بالتعادل واحد واحد لم يلعب بخشونة مع المنافس وكانت كل جريرته انه وقف امام حارس مرمى ليبيريا ليعطي الهجمة مرتدة على منتخبنا وبمجرد ان اشهر الحكم الكرت الاصفر احنا الخطيب رأسه احتراما للحكم كان من الطبيعي بعد هذا السلوك الراقي ان تختار اللجنة الولمبية الدولية لللعب النظيف بيبو عضوا بها بعد ان خاض ربعمية وخمسين مباراة محلية ودولية بانذار يتيم واذا كان هناك اجماع على ان الدكتور احمد زويل هو ايقونة العلم ودكتور مجد عقوب ايقونة الطب ونجيب محفوظ ايقونة الادب فان محمود الخطيب هو ايقونة كرة القدم عنه قال الشاعر الكبير عبد الرحمن الابنودي الخطيب شاعر يكتب بقدمي وينظم بهما مع الكرة احلى الابيات وامتع الاداء وبيضيف سلمان اناوي ومع كل هذه الخصال الحميدة يمكنك ايضا الوثوق بنزاهة شخص مثل الخطيب ماليا خاصة اذا امتحن في المال وقت عصرته فحين اعتزل الخطيب اختير مديرا عاما للمنتخب الوطني عام 86 وطلب منه الكابتن سامير زاهر رئيس الاتحاد وقتها تقريرا عن التخطيط لتطوير المنتخب وسهر بمقر الاتحاد ليضعها ليعرف اليوم التالي ان المسؤولين في الاتحاد يفاوضون الكابتن محمود الجهر اللي يتولى تدريب المنتخب فاحس بالاهانة وقدم استقالته واعاد مبلغ 86 الف جنيه هي راتبه عن 6 شهور كان وقتها في امس الحاجة اليها اذ لم تكن مرتبات اللاعبين في الثمانينات مليونية بل الفية فكيف يتحدث البعض الآن عن ساعات ردت بالفعل وتبرعات اعيدت نعم الانقياء الاتقياء نعم الانقياء او زمم الاتقياء لا تشترى بما القرون ندعو الله بالشفاء للكابتن الخطيب وان نسعده الله بقدر ما اسعد الملايين طيب ولماذا هذه الوقفة مع الكابتن محمود الخطيب لانه الان تحت يعني مش هو الرحمة العلاج ولكن تحت تصرفات الاطباء لعلاجه من الام يعني سحقته سنين وهو تردد الحياة في عمل العملية دي واخيرا اضطر ان يسلي شفاء الله وعفاء طيب انا البس اللي بيحيارنا يا سيد زبراهيم هو الخطيب بدايء البعض في ايه هو لم عمره عمره حتى في جلساته الخاصة قد اختلف مع الخطيب في قرار قد اتطفق معاه في قرار قد اختلف معاه في تقدير موقف تقدير موقف شخص او رأيه في حد بنانا على مواطيات مختلفة في المسئوليات او بتاع وهي دي رأى طبعا هو دي طبيعة الامور في الدنيا صحيح ولكن لا يمكن ان اختلف عليه اخلاقيا او حتى قيمته الفنية قيمته الفنية دي اصلها اي واحد بيشوف حتى ما بيشوفش بيسمع هيعرف الخطيب يعني حجبه الفني وتأثيره على افريقيا ولو كان الاحتراف موجودا في زمنه بهذا الشكل لا يعني شور عليه التاريخ طب الخطيب اللي هو الطبع يغلب التطبع يعني ما بتشتمشي امام العامة لكن في اعداتك الخصة حتشتم همري ما سمعته بيشتم واحنا بنقعد من سنين معاه بتجمعنا الظروف طب الناس متضايقة في ايه ليه الترصد للخطيب وبعدين اصله اداري ايه ولعيب ايه يا جماعة سيبوا دي لجمعيتنا العمومية سيبوا دي لنا احنا دا احنا اللي عايزين نقول واحنا اللي عارفين والجمعية العمومية شايفة الكابتل الخطيب بيعمل ايجوة النادي وغير الكابتل الخطيب هو الاعمال اللي بتحدث في النوادي دي مخفية ولا قدام الناس بتتعامل معها صحيح بتتعامل معها كلام لن يقدم ولن يؤخ اللي على خلافات شخصية مع كابتل الخطيب خلص مسألة خصوه لكن انا مش شاف لا سبب حتى حتى الخلافات لا ينبغي ان تتحول الى ايساءات بأي طريقة نحترم جميعا تاريخ بعض وانه في لحظة ما النادي الاهلي كان جميعنا كلنا فنتذكر هذا ونحن في الخلاف يعني طيب يمكن لان الاساس سلمان انوي رجل كاتب سياسي اصلا ما هوش نقد رياضي فالتاريخين اللي التبسوا عليه في المقالة ودي اللزوم التصحيح هو لما اختير الكابتل الخطيب بعد الاعتزال كان سنة 89 وما كانش الكابتل سامير زاهر ده كان بتكريف من الدكتور عبدالأحد جمال الدين كان وقتها رئيس المجلس العلل شباب الرياضة وجابه على رأس جهاز المنتخب اللي كان فيه كابتن محمود الجهري وكابتن طه بسر في مصر لكن المرة التانية بتاعت كابتن سامير زاهر اللي كان معاها كابتن فورو جعفر دي كان فيه تصفيات كاس العالم بتاعت 98 وهي دي اللي استقال فيها دي اللي استقال فيها فاختلط الحدثان على الأساس سليمان لكن يبقى كل التقليل لكن الموجودين هو دكتر وقائع صحيح هي التواريخ فقط هنطلع لفاصل وبعد الفاصل نشوف مين بقى يتمسك من عظمة لسانه ما تخافش على الأهل لكن لما نشوف كلام مهم بالصوت والصورة لازم يتنعش هنشوف بقى كلام كتير بي بعض متلسانه أما أعدائي فأنا كفيل بهم والشطر الأولاني هو حديث الموضوع طبعا مع وضف الاعتبار أو مع التعديل أما منافسية أما منافسية فأنا كفيل بهم لأن الرياضة ما فيهاش عدوة حتى وإن صبغها هؤلاء بهذه الصبغة القاتمة الحقيقة إنما الله ما كفيني شر أبنائي شر أصدقائي لأن اللي حاصل من بعض أبناء النادي الأهلي يخلي الجمهور وهو شديد الاستغراب والاندهاش من اللي حاصل لا باش مهندس يستغرب جدا من هذه العلاقة أنا بقول لك أنا شاعر بأن اليوم ده جه كده عشان ينكد علينا أنا مندهش ما كنتش أتخيل أبداً مهما وصل الحال من خلافات إنها تبقى بهذا الشكل سبدالك هلو بتكلم عن متن؟ لا بكلم عن متن مش بكلم على وقع معيادة لأن هي كذا وقع لا ده كذا وقع وتزيد وعمالة يعني بيتعرض أصحابها لمزيد من الاستقطاب عشان مزيد من الخلاف والكل بلع الطعم مش واخدين بالنا احنا بنعمل إيه في النادي الأهلي أنا مش بقول مين معا الحق دلوقتي ابعد عن القصة دي لأن دي لها طريقة يعني كل واحد له حق لها طريقة ومش كل الطرق لازم تبقى بهذا العنف وبهذه الحدة وبهذه الإساءة كمان أنت النادي الأهلي أحيانا قد يضطر أن ياخد مواقف ما بيبقاش سعيده هو بيخدها ضد أبنائه أو ناس عاشت من صغرها أجيال جواه حتسميهم إيه من لازم يبقوا أبنائه بس أحيانا الإبن يسيء للأب ها ممكن بس لما يسيء للأب لازم يلاقي اللي إيه ياخده ما ينفعش كده ما يصحش كده خلي بالك الأمور ما بتعلقش مش نزكي هذه الوتيرة ونحاولها إلى عداء إن ابن يكره أبوه هذا كلام وبعدين كل واحد يتكلم يقولك أنا مع الكيان بس الكيان أنا خلافه مع الأشخاص والأشخاص أنت مش مختلف معهم عشان بيديروا بيزنس برة أو مش عشان سكنين جنب بعض وبتخانئين أنت مختلف مع هؤلاء الأشخاص عشان بيديروا النادي الأهلي فخلافك مع النادي الأهلي مش هتقدر تفصل لأنه هو أي حد بيختلف أنت بتتكلم على حاجة تخص النادي وقرارات تخص النادي وأوضاع تخص النادي يبقى أنت مختلف على النادي على فكرة لو أنت بتقول أنا مش متفق مع القرار فولاني ده صميم حقك لكن إنك أنت تزود وتجود في أنك تتهم الشخص أو المسؤول اللي بيعمل كده هي دي ما كنتش أتمنها ولا أتخيلها النهاردة لأن الحقيقة بتحصل من الناس كلها التطالع متربي معاهم شايفهم هم بيكبروا قدامك إزاي يوصل الأمر لكده يعني مهما إذا كان أن أحيانا الظرف والمصلحة تخليني يبقى في في موقف آخر لكن ما توصلنيش أن أنا أسيق لكيان لازم أعتز بجزوري لازم أعتز بيها أعتز بعلاقاتي أعتز بتاريخي تاريخك ده برعا مجموع من أنت عملته هنا يا أستاذ إبراهيم تاريخك ده مجموع من العلاقات طبعا اللي هي مع زمائل زملاء الجيل بتاعك ما كانش فيه عدوة بينكم آه الموقف اتغيرت ده بقى مسؤول إنما هذا الأمر يجب أنه يعني نرجع خطو كده ونفوق وننظر إلى النادي الأهلي نظرة تستعق يعني أننا نعمله باهتمام وحرص أكتر طيب اللي فجر أرضية علاقة أبناء النادي وبنات النادي مع النادي الكابتن هناء حمزة وكابتن هناء حمزة كابتن النادي الأهلي ومشور طويل في كرة الطيران الأهلوية ونائب رئيس الانتحاد المصري لكرة الطيران بانتهى مريم مصطفى جددت عقدها مع النادي الأهلي بعقد كامل واضح وصريح وبمقابل مادي وبكل السعادة في اللقطة اللي انتو شفتوها وحفظتوها وهي وقفة هي ومميتها مع الأستاذ العمري فاروق والمهندس خالد مرتاجي ومعاها العقد الموحد الواضح الصريح يجي لها عرض من نادي الزمالك وكان واضح جدا أنه نادي الزمالك عنده رغبة أنه يضم أكبر عدد من بنات الطائرة في النادي الأهلي واضحة انتخذت أربع خمس بنات ثم تم إغراء وإغواء مريم مصطفى الفرق بينها وبينهم أنه هم التانيين الأهلي ما كانش يقدر يجدد عقدهم اختلفوا على المقابل معروض عليهم أرقام كبيرة جدا على سبيل الإغواء والخط استجابوا لها خلاص هم ما كانش عندهم علاقة عقدية مع النادي الأهلي تمنعهم العلاقة العطفية وعلاقة المكان وعلاقة التاريخ وعلاقة كل حد من حقه يقيمها وقت ما يقيمها بالحجم اللي يراه لكن مريم مصطفى مختلفة عنه من هي جددت عقدها وأكدت بقائها فأصبح للأهلي حقوق الأهلي مش متمسك باللعبة ولا أي لعبة لكن بيتمسك بحقوقه القانونية الصريحة اللي واضحة واللي منصوص عليها في العقد فكان إن الكل رحل للاتحاد بأوراقه ومستنداته فيها تفاصيل كتيرة لكن القضية لفتت انتباه عدد من السادة مقدمة برامج التوكشو منه من نهاردة الأستاذ تامر أمين فاتكلم في برنامجه عن موضوع هناك حمزة وبنتها وعن الأهلي نشوفه وأنا مليا ستعتاب في أذن هناك حمزة مش دي الطريقة اللي تدار بها الأزمات يا كابتن هناك خصوصا لما يكون عندي مشكلة مع بيتي معي مش دي الطريقة التي تدار بيها المشاكل والأزمات خصوصا لما تكون المشكلة أو الخلاف مع بيتي بيتي كبير اللي أنا تربط فيه وطرع رعت فيه وبقيت هناء حمزة بسببه لما اختلف لازم أحل الخلاف جوه البيت ما نبقاش بنطلع نتلاسا ونتهم بعض مش ماقول دلوقتي مين اللي عنده حق على فكرة خالص 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 أنا دلوقتي بأتكلم على الأسلوب وما يجب أن يصح جوه الكيان البيت اللي أنا تربط فيه ولح مكتفي من خيره مهما اعتقدت أنه جي عليها شوية أو ظلمني أو 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 اعتقدت أنا بقولش أنه فيه ظلم حصل برضو مش بالطريقة دي ومش بالطلع في الإعلام وتشويه الكيان أو اتهامه أو 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 لأنه دا بيتي في الأول ومسؤولة في نفس الوقت فبتراعي مصلحة بانتهى على مصلحة اللعبة وتنظيم اللعبة في مصر ويه الله أعلم بقى القصة تخلص إزاي بس أنا بقول لكم القصة من أولا لأخيرها مش حالو مش حالو وانا مش عارف الحقيقة ايه حكاية ولاد النادي في السنوات الأخيرة دي موضوع ولاد النادي ده يعني محتاج وقفة مش عايز أجيب أقول أسماء دلوقتي بس ما كنا نعتقد أنه هم أولادي النادي ماشي خلاص ما علينا أولادي النادي برضو يعني ما خرجش الموضوع عن نفس الكلام أنه من دون نصدر أحكام لأنه مر مع جهات التحقيق والنادي الآلي أيضا لا يريد أن نناقش التفاصيل لأنه مستندات موجودة بحوزتهم وما حيقدموها في الوقت اللي يطلب منهم ولكن أنا أتحدث ما يريده الأستاذ تامير هو ما أشعر به خلينا خلافات النادي تنقش بطريقة مختلفة ما تصلش إلى هذه الحدة وما كان ينبغي أن تصل إلى هذه الحدة طيب الفيديو اللي تشوفوه للكابتن هناء حمزة في مداخلة مع الزميل محمد شبانة دفعت الأهل لاتخاذ قرارات نسمع الأول ونشوف هل الأهل كان فعلا على حق وعلى صواب في تقدير موقف القرارة اللي خدوة ولا لا نسمعها الأول بنتي انتهى عقدها معاهم وللأسف مضوها على ورق قالولها على أساس مستحقتها البقية تاخدها ما خدتهاش استغل الورق دوست وبعده عقد في الاتحاد المصري للكرة الطيرة على أساس أنها ماضية عليه في شيء غير طبيعي بنتي بتلعب بتاخد كل الحكاية مثلا 200 ألف أو 250 ألف أو 300 ألف في الموسم عاملين عليها شرط جزائي ولا أبو تريكا 3 مليون جنيه كل ده تمالة طبعا يعني هي وقعت على ورق كأنه مستحقات لها متبقية واكتشفت أن الورق ده كان عقد كان عقد يعني هي وقعت وما تعرفش أن هي بتجدد وعندها متهد ثقة ومتهد ومتهد ثقة ومتهد ثقة ثمان سنين بتلعب في النادي الآلي فكانت فيه منتهى ثقة وحتى لو عقد وفي عقد بتمدفاء فراغ يعني يعني هي فراغ يعني هي ما كانتش تعرف أنها بتجدد يا ما كانتش تعرف لا يا فنم لا يا فنم ده بياض بياض ما تقولش أي حاجة وما تقول أي اتفاق اتفقوا عليه وبعدين اتعمل كده فيها وكمان يعني مش عجبهم الكلام دوت وعملين كرود إرهاب في كل مصر في كل مصر في كل شخصيات مصر عشان يضغطوا عشان محدش يقف معاها ولا حتى الاتحاد يقف معاها يا سيد محمد خلينا نتكلم بصراحة احنا من ساعة الانتخابات واحنا مفرومين داخل النادي الاهل كل ده عشان ابني فكر ينزل الانتخابات مع محمود طهر ضغوط وإرهاب في كل مكان عشان يضيع البنت الجهاز الثاني أساسا فارمها يعني الاهل يتخدم كل جبروته كل جبروته وكل بيكلم كل الناس والناس مش فاهمة وإحنا يعني مش عارف أعمل إيه احنا في بلد قانون عقد مزور لازم الأهل يكسب في النهاية يكسب بالظلم يكسب بالعافية يكسب بالبلطقة فلازم يكسب طيب ده كلام كله خطورة وكله خطورة تتعلق بالإساءة للكياد ومرة تانية أوه تصدقه حد يفصل لأنك إنت لما تقول لزوره أنت بتتهم مجلس الإدارة بالتزوير مجلس الإدارة ده ما جابتهوش الجهة الإدارية مجلس الإدارة ده جابته الجماعية العمومية فيعبر عن قيمة النادي وسمعة النادي وصورة النادي ومكانة النادي فالفصل بين الكيان كنادي وبين المسؤولين عنه ده فصل تعسوفي غير وارد بالمرة ده مبدئيا فالإساءة هنا للنادي الأهلي في صورة مواصل أنت مش هتتهم الحيطان والجدران أنت بتتهم الأهلي في صورة مجلس إدارته أنه زورا النقطة التانية أننا يا أستاذ محمد مفرومين من وقت ما ابني دخل مع قيمة المهندس محمود طهر في الانتخابات ده من 6 سنين يا أبراهيم وهي بتقول في الجملة الأولانية مارين بقالها 3 سنين بتلعب في النادي ما فيش مشكلة طيب إذا كانت مارين بتلعب في النادي بقالها 3 سنين في الفريق الأول أو 4 ابني كابتن هناء دخل الانتخابات مع مجلس في انتخابات المهندس محمود طهر ضد كابتن محمود الخطيب من 5 سنين يعني نجح الكابتن الخطيب ومجلسه قضوا أربع دورات كاملة وقادي شهر الجاي انتهي السنة الأولى في الدورة التانية يعني يبقى 5 سنين يعني وقت ما ده حصل وابني كابتن هناء اترشح ما كانتش مارين موجودة في الفريق الأول هي اتسعادت في وقت الخطيب يعني خدت كل حقوقها واتسعادت ولعبت وبقت لعبها لها هذا التأدير في مجلس الكابتن الخطيب طب لما وقفت الوقفة اللي مضت عليها اللي مضت العقد وهي وقفة هي ومريم بكل السعادة والانبساط مع الساذ العمري فاروق والمهندس خالد مرتاجي وهي هنا ده الفيديو بتاعها وهي بتوقع العقد بمنتهى الأريحية ما اعتقدش ان الحماس كمان والحماس مع كابتن خالد العوض مدير النشاط الرياضي ايه اللي قاله بالدنيا اهو بمنتهى السعادة فين اللي مفرومين وزورون العقد وقاد العقدة هو وقاد لحظة بعد التوقيع والسعادة لكن فكرة ان احنا مفرومين ومزورين الكلام الخطير ده استوجب النهاردة ودي الكلام اعتقدوا الصور لحدها بالسعادة بس انا عايز اقول حاجة استاذ ابراهيم هو هو بعد ما قالوا في الاتحاد في الشكوى للاتحاد اه انها ما مضتش على العقود الكلام من خلال البرنامو بتاع الكابتن هاني حتحوت لا هي قالت اه لا مضت وقلت كده في المحضر بس على عقود فاضية والنسخ بتاعة العود قدامها لانه دول اربع النسخ وهي في منتاز السعادة بعد التوقيع على النسخ طيب حتى كابتن هاني انا بس عايز اقول حاجة في كل المناسبات اللي كان النادي الاهلي بيحتضنها او النهائيات او توزيع الجوائز كانت كابتن هاني موجودة وتعامل على اعلى مستوى من الاحترام والتقديم يعني ما كانش فيه اي نوع من الخلاب ما كانش ما كانش فيه ظاهر ان فيه مشكلة بالعكس كان يبدو عليها السعادة والغبطة والنادي الاهلي بيحترموا كابتن الخاطب بيقدمها ايه اللي قال بالليلة في العرض بتاع بس الموضوع ده كشاف لي حاجة برضو انا عايز اتكلم فيها اه لا ده مش وليد الصدفة انت سفيرت لعبت البطولة الافريقية وكت انت مكتسح ومصنف وعمل ارقام قياسية في موسوع جينيس ورايح وحتلعب عشان تاخد البطولة دي وترجع وفجأة بخلاف كل البطولات السابقة تخسر من نفس الفرق الفريق اللي انت كنت كسبانه في النهاية كذا مرة قبل كده بأداء ولا أسوأ 3-0 ده دالين الفريق كان يعيش حال ايوة هم سافروا افريقيا وكان اللعب جوه الفرق ابتدى ان نص الفرق ترجع مخطفين ذهنيا نص الفرق ترجع ما تجدلكش اه خلاص مشغولين فالموضوع كان مخطط له بدقة وتوقيت وكل حاجة ده دي لقطة مهمة جدا نتيجة اللي حصل من اتهام واضح وصريح النهاردة قرر مجلس ادارة النادي الاهلي التقدم ببلاغ لمعالي النائب العام المستشار ضد هناء حمزة نائب رئيس اتحاد اتحاد الكرة الطائرة لتجاوزها في حق النادي الاهلي عبر وسائل الاعلام وقيامها بتوجيه اتهامات بطلة للنادي بالتزوير في عقد ابنتها ماريان مصطفى لعبة الفري الاول للكرة الطائرة وهو العقد الذي وقعت عليه بحضور والدتها قبل اسابيع ولمدة اربع سنوات قادمة كما قرر المجلس تقديم شكوى ممثلة الى كل من لجنة القيم باللجنة الولمبية المصرية والتحاد الكرة الطائرة لذات السبب خاصة ان هناء حمزة تشغل منصب نائب رئيس اتحاد الكرة الطائرة وقامت باستغلال موقعها الذي تشغله في افشاء اسرار عقود بعض لعبات الاهل الموجودة بالاتحاد اثناء استضافتها باحدى القنوات التلفزيونية ده فيما يخص الكابتن هناء حمزة للنائب العام وشكوى لللجنة الولمبية في لجنة القيم فيها ولمجلس ادارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة بخصوص اللعبة مريم مصطفى المتغيبة عن التمرين قرر مجلس ادارة النادي احالة مريم مصطفى لعبة الفريق الاول للكرة الطائرة للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية بالنادي نظرا لتجاوزها واتهامها للنادي بالتزوير في عقدها الذي وقعت عليه قبل اسابيع ولمدة اربع سنوات قادمة في حضور والدتها هناء حمزة عضو للنادي ونائب رئيس اتحاد الكرة الطائرة وكذلك لعدم انتظامها في تدريبات الفريق يعني ما فيش تعقيب ده ده قرار الكلام اللي تقل في حق النادي كلام صعب جدا يا سيد فريم يصدر من حد طيب ما مضتش وده تزوير وكلام كبير انتوا سمعتوه في مدخلة ساخنة مع محمد شبان استضيفت الكابتن هناء حمزة وماريو مصطفى مع الزميل هناء هتحوت فاصبح الكلام مختلف شوية نشوفه طبعا احنا ما نقردنش اصلا اللي انكرتي اللي شايفة ثول بالعقد مثلا احنا 16 عقد تقريبا نروح الاتحاد او 18 عقد كلهم مفهومش شرط جزائي انا الوحيدة اللي مكتوب علي شرط جزائي 3 مليون جنيه اه يعني كلهم عندهم شرط جزائي اي حال انا بس ده مش ظلم اه ده مش ظلم ليه اش معنى عشان انا بنت هرق حمزة طب ليه يعني انا زنبي يعني هل يؤقل ان في لعبة بتاخد 200 الف هتمزي على عقد مكتوب في شرط الجزائي 3 مليون جنيه اكيد لا ازاي غير بقى تقسم ده في لعبة برشلونة بشرط الجزائي مؤخرا مليار وهم مرتبهم يعني عادي 100 مليار عمره حصل عمره حصل البولي عمره ايش معنى طيف ايش معنى عقد الوحيد انا معيه كمان كذا عقد منها مقارنة بسيطة بين عقد مريم وعقد من السبعتاشر من السبعتاشر عقد شو حراكة توزيعة معمولة ازاي اللي حطنا طبعا العقد ده اتملأ من طرف واحد هما اللي ملو انا ما شفتش العقد هو بك ملي اصلا احنا ما شفناش حالا خالص ده عقود لعبات اخريات ايدي اه ده ده مسال كده طبع منين العقود دي اه ده صورة احنا طلاف صورة انه اتفق الطرفان هنا دي عقود غير عقودك ها ده عقدي وده عقدي لعبات دولية معاي في الفير اوورد مثلا ده مليون وخمسمائة الف ده اربعة سنين اه وده اتفق الطرفان لا انا مش بتكلف المبلغ انا اضي على بتقسيم لا اشوف التقسيم اه الدفع عشرين انت عشرين في المية اربعين في المية خمسة وعشرين خمستاشر اه الدفع ال اللعبة الاخرى واحد تراتين ونص وفيش تقسيم وزيش فان هنا اشمعنا هنا انا احطيني كده اه طب ليه انت اوجهة نظرك يعني شايفة انه ليه ممكن يبقى في محاولات تعنت في عقدك عشان انا بنت هنقى حمزة اه ما لو بنت هنقى حمزة ما يجددوهاش ما هوا ما قداروش ويعملوا كده انا واحدة بالعب في هدي يعني ثمان سنين يعني دي ما عمرا ما بتحصل ما قداروش دي ما يقداروش ما ينفعش لا ما ينفعش وانا بس يعني الشيء الوحيد اللي حعلق عليه عشان بنت هنقى حمزة انا قلتلك ان الكابتن هنقى حمزة كانت تعامل بأكبر قدر منها الاحترام ما كانش فيه مشكلة بينها وبين النادي يعني بالعكس لان هي يعني بقالها اربع خمس سنين بتلعب في النادي وهي معروفة انها بنت الكابتن هنقى حمزة وولدتها صاحب التاريخ طويل في النادي هتعمل وحش ليه ما كانت تعاملت من اول يوم يعني دي انا يعني احساسها بانها عشان بنت هنقى حمزة انا مش متفق معها فيه طيب الناحية القانونية والورقية هنا فيها تلات اربع نقاط محتاجين نتوضحه نقطة الاولانية الاهل رد الردود القانونية بتاعته في حفظة مستندات فيها واحد وعشرين ملف بيثبت فيها الحق القانوني له مش عايزين نقول تفاصيل من فضلك بي مبدئيا في الاتحاد كابتن هناء قالت في الحوار ده ان الاتحاد الدولي رجع لنا الموضوع وطلب من الاتحاد المصري يحل الموضوع لانه قال لهم ده شأن داخلي وهي كمان زادت على كده ان هي قالت النص الخاص بي فاتوى اللجنة القانونية او رد الشؤون القانونية في الاتحاد نقطة الاولانية اتحاد الدولي اصلا لسه ما راح تلوش المشكلة اه لسه المشكلة ما راح تلوش الاتحاد الدولي المشكلة في مذكرة كاملة في توصيف الكيس او الحالة دية اللي حصل بيها واقوال كل الاطراف ومستندات كل الاطراف هترفع للاتحاد الدولي السبت يا الحد لما ينتهوا من ترجمتها بشكل كامل اللي هي بتقوله كابتن هناء ده رد جيه في شهر ستة لما بدأ الحديث في مشاكل على توقيع لعيبة لناديين فبدأوا يسألوا الاتحاد الدولي وقتها من شهر ستة فالاتحاد الدولي رد عليهم ده شأن داخلي تنظموا اللواحة الداخلية عندكم هي خدت الكلام ده انطباقا على قضية مريم فدي نقطة مبدئيا نقطة تانية الخاصة برد الشؤون القانونية ورد الشؤون القانونية ده المفروض يعلن في الاعلام شؤون القانونية المفترض انه الأستاذ ياسر أمر ومجلس دارة الاتحاد حاولوا يفصلوا نفسهم عن تأثير كابتن هناء حمزة عليهم اللجنة الولمبية فتحة حنيعها على الموضوع النادي الآلي راح بجزء من شكواه واوراقه لللجنة الولمبية مش بس عشان يختصم نائب رئيس الاتحاد لا لان الامور متدخلة في شق كبير جدا خارج اطار القانون فبقيت المسألة انت عندك شكواه في اللجنة الولمبية انت اخترت وزارة الشباب والرياضة بالمسألة لانها تتعلق بما العام فكرة ان انا اطلع اقول وقاد العقود النادي الآلي في شكواه ضد كابتن هناء حمزة انه ده اساسا مين خرج عقود لعبات الآلي للإعلام وازاي النادي عنده عقود موجودة ومودعة في الاتحاد تخرج ويستعام بها وتتعرض على الشاشات العقود ده المفترض ان دي تفاصيل في علاقة اللعب بناديه الاتحاد طرف ضامن فيها مش طرف مشاهر لها ده كده الاتحاد طرف مشاهر بتفاصيل العقود للرأي العام واللي بيعمل ده نائب رئيس الاتحاد عشان كده كانت الشكوى في هذا الجزء الخاص بخرق النظام اللي موجود ده كمان كان فيه مشكلة بالنسبة للجنة الولمبية والاتحاد ما هو اللجنة الولمبية اه انا قلتلك ايه قلتلك ما شأن اللجنة الولمبية بانها تقيل مدرب في الاتحاد اه الا اذا كان الاتحاد يعني في حاجة اخلاقية متقاس عن حسابه ايه فالوزارة موجود تدخل او اللجنة الولمبية موجود تدخل بس ساحب القرار في النهاية حيبقى الاتحاد ايه فالقول بان اللجنة الولمبية هي اللي خدت القرار ده ده شانيه اه وسعيد انا مع حضرتك اه انه نعرف الكواليس وتأكدنا انه ليس من حق اللجنة الولمبية اه انها تاخد قرار بالنهاية عن اتحاد اه اه في مدربه اللي هيسافر بعد ساعات في بطولة البحر الابيض المتوسط اه فبيقول الفرق سافري من غيره اه لها متربطة مع بعض اتحاد ييجي قبل مبدئيا في وقت القيد والحقيقة كان اول من لفت الانتباه لها المهندس عدلي وقت القيد السنة اللي فاتت قبل بداية الموسم اللي خلص السنة اللي فاتت انه موضوع القيد حصلت فيه تجاوزات وحصل فيه تسهيلات لنادي الزمالك عشان يسجل لعيبة في غير موعدهم قالوا بعد كده ايه اسموح والقالد ايه خلاص بقى فيه قعدة مضطرين يتعامل معها انت فتحت عشان تخدم حد معين في تقويت معين عشان يلحق يبني فرقة لان الفريق مهدد وقتها الناس اتكلمت على ان المدير التنفيذي للاتحاد الاساس حسن عابد بيستغل نفوزه في الاتحاد في تسيير شؤون الاتحاد لصالح نديه الزمالك اللي ابنه بيلعب فيه هنا كان لازم لو ان هذا المجلس بيتحرق وبيدأ شكرا للمدير التنفيذي لا تجيب لمديرنا من اهل ولا من الزمالك او كلامنا مش مظلوط ما ردوش لكن ايه فكرة خنوع مجالس ادارات الاتحادات قدام نفوز المديرين التنفيذيين يجيبتوها منين دي المدير التنفيذي شخص مسؤول تنفيذي انت سيادتك كمجلس اللي بتعينه وما ينفعش يتحرك برا الاطار اللي انت بتكلفه بيه مش هو اللي يديركم وهو اللي يمشي كلامه عليكم ده حصل في كذا اتحاد بالمناسبة ومش عارف ليه مش عارف ايه النفوز الاستثنائي جبتوها في انهي لايحة وفي انهي قانون ومن انهي عرف انك توصل لدرجة المدرب الاجنبي وده اللي قالته الكابتن هنا حمزة فكان لازم ان يترد عليها باش اللي ما خلصناش حتة اللجنة الاولمبية فاللجنة الاولمبية ما هي ليه علاقة بالتدخل المدرب الاجنبي صابح يسافر بطولة العاب البحر المتوسط في اهران انتم متخيلين مبدئيا اللجنة الاولمبية هي اللي اعتمدت قرار السفر ومضت عليه الوزارة وكان فيه المدرب يعني التشكيل البعثة اعتمد من اللجنة الاولمبية وعلى رأس منتخب الطائرة هذا المدرب الهولندي الوزارة طلعت القرار الوزاري واتحجزت تذاكر الطيران والرجل الهولندي ده موجود مدرب والتحاد الطائرة هو اللي جايبه وجايبه بنان على معرفة به وعارف حدود قدراته ما سقطش فجأة إذ فجأة الناس طلع والرجل مجهز شنطته بقول لكم ليلة السفر شكرا انت مش معانا ولا يعني اي مبالا لمصلحة مصر بيش مبالا شكرا انت مش معانا الرجل يتكلم وبالمناسبة تكلم حتى مع هاني حتحوت نفسه هنجيبها لكم وقال اللي مشاني المدير العام او الامين العام اللي هو المدير التنفيذي عشان انا ما اخدتش ابنه سألوا قبل ما جي لها التالي انا هعلق على دي في ساعتها لان حصل حاجة غريبة عايز اقولها طيب الاخوة في الاتحاد بيقولوا لأ وحتى هناء حمزة قالتها مبارح اللي مشاه اللجنة الاولمبية تعرفوا انه لما اللجنة الاولمبية تديركم يبقى ده مجلس ملوش اي نازمة لانه المساق الاولمبي بيمنع ده المساق الاولمبي اللي بيحكم اللجنة الاولمبية مع الاتحادات كلها بيمنع هذا التدخل حتى من اللجنة الاولمبية نفسها ده المساق الاولمبي اللي موجود انك اي جمعية عمومية انتخبت مجلس هو له كل السلطات الكاملة وفقا للقانون واللايحة بتاعته اللجنة الاولمبية ملهاش حق التدخل الفني انه تقول ان الاتحاد ده يمشي المدرب ده او يمشيش بل ان وزارة الشباب والرياضة كتدخل حكومي محظور ملهاش الحق انها تستخدم المال في فرض سيادتها او اراءها الفنية على الاتحادات ده برضو المساق الاولمبي هو الفكرة في التدخل انت بتمنع التدخل الحكومي عشان ده تدخل حكومي انت مش نحكي ايه اللي حصل وبعدين نقول رأينا في التدخل ايه اللي حصل مين اللي طلع الجواب ده من اللجنة الاولمبية وليه هنا اللجنة الاولمبية الاستاذ حسن عابد له شقيق وشغال في اللجنة الاولمبية العنصر اللي له نفوز في مجلس ادارة اللجنة الاولمبية الكابتن ياسر ادريس ابن ناد الزمالك وعضو مجلس ادارة ناد الزمالك السابق ورئيس اتحاد السباح ورئيس اتحاد السباح نفوزه في اتحاد السباح يتعدى حدود المهندس هشام حطب يتعدى وفيه وقائع وحقائق وتفاصيل كتيرة في السياق ده مش مجالها دلوقت اذا المدير التنفيذي بيستصدر قرار او خطاب من الاستاذ ياسر ادريس والاتنين ابناء ناد الزمالك ليس اتعلم في الزمالك ولكن توضيحا للربطة رايحة ضد الاهل منين فيروح الجواب من اللجنة الاولمبية الاتحاد اللي طايرة عشان يتسلح به ويختفي فيه هنا بقى فانا يقول للرجل انا مش انا اللي مشيتك شوف ده اللي مشاك اللجنة الاولمبية وانا بقى الشغل المتستف ده هو اللي يصير ريب عندي اه ده شغل متستف ايه لان اللجنة الاولمبية مستحيل حتيجة على الاتحاد مستعد للسفر ايه تقول له مش المدرب بتاعك من تلقاء نفسها وإيه اللي شكلت البعث وهو فيها ليه ما انا بقول لك اه فلما تزيد على كده انه كمان ده مش من حقا لماذا هذه اللفة عشان عارفين انه هتيجي لحظة الموضوع ده هينفجر والناس هتقولهم عملتوا كده ليه هقولك مش احنا ده اللجنة الاولمبية طيب ما تيجي بقى يقولوا الامر هقافوا الموضوع من اساسه في اللي الراجل قاله مش اللي احنا قلناه سيبك بها دلوقتي من الموقف في كابتن هناء وبنتها احنا بنتكلم على امور اخرى اكثر خطورة قدت لكل ده سيبوا انا سيبوا انا ده موقف وده موقفك كل دي المسؤولين ابناءهم بينعبوا اي وكل واحد عنده مشكلة اي في تيجي يا أستاذ ابراهيم حاجة غريبة جدا همش فيه بنت تاني عندها نفس المشكلة مع هناء بس معكوسة في الزمالك وعايزة تيجي لأهلي محدش من الاعلام بيتكلم عليه خالص محدش من الاعلام بيتكلم عليه حتى لو هي عندها عزوف او سايبة الامر للمحامي انها ما تطلعش تتكلم هنفتارد يعني بس فيه كيس مبوضة ودي حكمة منها انها ما تقولش الفاظ تتحسب عليها اه او تطلع تاخد موقف عدائية الناس ولكن فيه كيس وانتوا بتتكلموا بقى على الاوضاع تكلموا على دي وعلى دي انما ناسين خالص ان نفس المشكلة موجودة متصدرة بالعكس محدش يجيب سريط طيب ادي اللجنة الاولمبية بطلع جاب ليس من حقها ضروري بيعاز اتضح ان الشقيق الاستاذ حسن موجود في اللجنة الاولمبية ايا كان حجمه ولكنه عنده تواصل مع راجل نافس جوه اللجنة الاولمبية زي الاستاذ ياسر ادريس فاتبعت الجواب وانت لما بقولت ياسر ادريس ده الاسم اتقالك من جوه اللجنة الاولمبية صحيح اتقالك ان هو اللي بعت اللي امر بارسال الخطاب صحيح بدون قرار لجنة ولا بقرار لجنة ما هو انت كمان عشان تبعت جواب زي ده ها لانه يبقى عنده قرار من المجلس قدرتك ما عندوش حقه اصلا كمجلس قدرتك ما هناليه بقول كده كونك ما خدتش قرار يبقى عارف انه مش من حقك الموضوع مش ما يقفش عند حد مشكلة لعبة او لاعب خش على بقى كمان اختفاء العقود ده ايه الليلة اللي احنا فيها المدرب الهولندي جيده فيرمولين الزميل ابراهيم خضر في موقع كل الكورة عمل معاه حوار مبالح بعد كلام هنال حمزة للتعقيب على حاجات كتيرة قالتها كابت ان هنال حمزة هو عنده تقييم للعبة هو حر فيه من الناحية الفنية وعنده كمان تعليقات كتيرة على اداء هنال حمزة وتدخلها وعلى مجلس دارة الاتحاد وتدخلوا في شؤونها لكن هو الرجل بيتكلم انا قلت لهم المستوى بتاع المنتخب ما يأهلهوش غير ان ياخد المركز التاسع فمشوه وخده هم التامن يعني انت مش مشيته وروح تجيبت مدالية انت مفرقتش لا ده كان ايس الموضوع صح لكن في الحوار الحقيقة الجزء اللي يتعلق بالموضوع اللي أنا قوله لك خلي بالك من نقطة مهمة وهي كابت ان هنال قالتها قالت اصل اشترك 11 فريق ما يجوز لو اشترك 12 كان يبقى بالتاسع يعني انت فهم قصدي يعني هو بعدين كان فرقة هو الرجل كان ايسا صح بيسألوا ابراهيم خدر بيقوله هنال حمزة قالت بان رحيلك كان بسبب قرار اللجنة الولمبية المصرية وليس كما اشيع بسبب عدم استدعاء سيف عابد قال لك لا حديثها بالكامل غير صحية وهي تعرف تماما ان رحيلي كان بسبب عدم استدعاء سيف عابد طيب انا عايزة توقف هنا فهناك منهم افضل منهم الصديق خطيرة جدا وده عتابي عتابي على الاحترافية التي ادار بيها هني حتحوط هذا الزميل هني حتحوط هذا الحوار هو اضافه باحترافية ولكن اتحفظ على كلمة مهنية لان هو اللي زيه ما بيفوتش عليه الكلام ده سياق الحديث لما جاب المدرب هو بيتحدث عن ان كانوا بيقولولي غير اللعبة بتاع الرد بتاع الكابتن هناء كان فيه اطار يظهر ان هو كان بيستبعد لعبة الاهلي وان المجلس كان متداي من كده فقالت له ده عشان ما جابش سيرت بقى حسن عابد خالص قالت له ده عشان دولة وعملت انها مشوخ ده بلا بالاسم بقى انت ماش عارفة دولة كابتن هناء اللي هو محمد عادل بتاعنا عادل محمد عادل وقالت ده العيب مهم في المتخب وكذلك حسام يوسف برضو من النادي الاهلي ذكرت الاتنين دول بالاسم ليه؟ عشان الصورة الزهنية ان الاتحاد كان حريصا على مصلحة الاهلي ولذلك اطاعها بالمدرب عشان ما خدش دول طب انت ابن حلال زميل ابراهيم خدر في الحوار ده اللي نشر على موقع كل الكورة قال للمدرب الهولندي هناء حمزة قالت انه حدست ازمة بينك وبين دولة لعب الاهلي بسبب رغبتك في استبعاده من منتخب مصر فقال الراجل انها تجذب تماما هذا الكلام غير صحيح فاللعبون كانت علاقة بهم جيدة للغاية ولم تحدث اي ازمات معه الاتحاد هو من طلب مني الاعتماد على الشباب كما ذكرت هناء حمزة تتحدث مثل الفتيات في السنوية وما تفعله جو غير احترافي بالمرة ولن تكون كرة الطائرة المصرية في القمة في ظل عمل هذا المجلس ده كلامه هو؟ كلامه نصا فقالوله طيب هناء حمزة قالت بان رحيلك كان بسبب قرار من لجنة الولمبية المصرية وليس من الاتحاد او كما اشيع بسبب استدعاء عدم استدعاء سيف عابد الرجل المدرب الولندي قال هذا كلام غير صحيح بالمرة هي تعرف تماما ان رحيلي كان بسبب عدم استدعاء اللاعب سيف عابد فهناك من هم افضل منه في مركزه فلماذا اقوم بالاعتماد عليه؟ وهو غير مؤهل للعب مع منتخب مصر ولدي من هم افضل كانوا يريدون اجباري على تواجده مع منتخب مصر وعندما تم اصراري على الرفض قالوا ان اللجنة الولمبية المصرية هي من قامت باقالاتي قبل السفر وهذا مخطط بين حسن عابد وشقيقه في اللجنة الولمبية هو نفس الراجل عارف اللي فيها طيب لماذا كنت ترفض تواجد سيف عابد مع المنتخب لهذا الحد؟ قال بكل الوضوح انا احترم اللاعب كثيرا وكل اللاعبين لكن هناك من هم افضل منه في هذا المركز وليس له ترتيب في اول خمس لعبين في هذا المركز فكيف اقوم بانضمام لمنتخب مصر؟ ده كلام المدرب الولندي بكل وضوح ولما يقولوا اللجنة الولمبية هي اللي شلته انا عايزهم يجاوبوا على سؤال واضع هي اللجنة الولمبية دي مش هي اللي طلعت قرار السفر مش هي اللي اعتمد التشكيل البعثة جابت منين ليلة السفر انه لا يصلح لا وهل فيه قرار عاقل حتى لو قرار غلط انك تشيل المدرب بتاعك ليلة السفر رقم اتنين هو انت لما تعقدت معاه تعقدت معاه وانت عارف السيفي بتاعه سيرته الزاتية وانبلغ اللجنة الولمبية ووقت قرار مجلس ادارة وتاني وتالت اللجنة الولمبية ليس من حقها التدخل في شأن فني للاتحاد في تحديد مدرب نتمنى اللجنة الولمبية ترد علينا حتى تصلح لنا مفهومنا يريد اللجنة الولمبية ترد على الرأي العام هي متهمة ان هي تدخلت او هي استخدمت لو هي تدخلت بقرار من مجلس ادارتها على نحو مسؤول يقولولنا عليه يطلع المهندس هشام حطب ويقول لا المساق الولمبي بتدينا حق ان انا كبير العيلة الولمبية ومن حقها ماشي اي مجلس ومن حقها يشيل اي مدرب في اي اتحاد لو المساق الولمبي بتدي له هذا الحق يقولنا عليه يبقى احنا ما فهمنا غلط يبقى احنا فهمين غلط او تقلنا غلط احنا سألنا فتقلنا كده لو هو اصلا عنده كالتحاد كلجنة الولمبية ما تدخلشي والجواب ماشي من وراء ظهره يبقى دا السؤال التاني كيف تدور الامور لمصالح اشخاص ولا لا وده وضع خطير عما لين نتغضى عنه يحدث في الكرة يحدث في الكرة الطائرة يحدث في اللجنة الولمبية يحدث بش معقول يا جماعة الكلام ده الكلام ده يتساب ازاي يعني الرياضة هنقعد نتكلم تاني وثالث وعاشر لا لازم بقى وقفة بقى لاصلاح الامور شوية احنا داخلين على موسم جديدة في كل الالعاب يعني انا بصراحة مش عارف مش عارف لما تكون الامور بهذا الشكل ما هو من الطبيعي ان عامل البوفيه يسرق العقود يعني انت مستغرب بعد كل الفوضى اللي فيها الامور دي ان عامل البوفيه يسرق العقود تعرف الرياضة يقولك ايه بس عامل البوفيه ما عندوش مكان يبات فيه احنا بنسايبينه بات فقعد طول الليل يفاتش ويناء ويعمل سالة وقت ايا كان بص حيطلع يقولك مين اللي وزه ومين اللي عمله قص شوف في الاخر خالص العقدين دول يمسوا اتنين لعيبة في النادي الاهل والاتنين اللعيبة دول مضوا وجددوا عقود بديلة في النادي الاهل يعني ما كانوش اصحاب مصلحوا عايزين يمشوا حيتقال كلام مش هيخش العقل ما وبرضو هنرجع للعلبة اللي فيها فيه اتسرقوا عقود ليه طيب الاخطر من كده انهم اتسرقوا سيبك من ليه الاخطر من كده انك انت مستندات الاندي أصبحت مستباحة الاخطر من كده ان عقودك بتطلع في التلفزيونات عقود اللعيبة بتقدم في البرامج والمقارنات الاخطر من كده ان العقود عامل بفيه يقدر يسرقها عامل بفيه يقدر يسرقها طيب وبعد كده بتصار في النظر تسرقت ليه ما هذه حاجة غريبة جدا يعني يعني لان انا افرد ان عايز تأذي النادي الاهل افرد ان اللعيبة دي كانت عايزة تمشي من النادي الاهل افرد افرد اي حاجة افرد حد تاني من برا كان عايز يعني يقولهم دلوقتي عقودك ومش موجودة ما تيجوا عندي كل الاحتمالات دي حنفرد هذا كان لن يتحقق لسبب بسيط جدا انك انت مسلمني العقود والسيستم الالكتروني اثبت انك تسلمته واصبحت في حوزتك كويس يبقى لا يمكن انك حتقول لي لما تضيع ان اللعبة دي تبقى فري ابدا وهذا ما حدث في اتحاد الكرة لما حدثت الجريمة البشعة بتاعت حرق اتحاد الكرة والمستندات هل قالوا كل اللعبة تبقى فري اللي مش لقين مستنداتها وكان يقدر اي حد يعبس يقولك مش لقى المستندات وتحرقت لانه مش هيبقى فريق انت استلامته اصبحت مسؤول عنها بالضبط لا وإلى كان اي مستندات عند المحامين تقدر تقول دا ضع مني يحدث احيانا ولكن المسؤول مين المحامي بيتحاسب وبيتشطب من الجدول اذا حدث هذا الامر فما كانش الازل المتوقع او المخطط لا حيحدث لان الاهل سلمك العقود وانت اقريت بالسيستم بتاعك انك استلمته وكان ينبغي عودة هذه العقود مرة اخرى كما حدث في كل العقود السابقة واللي كانت احيانا كتير الكابتن هناء نفسها اللي بتوصلها للنادي الاهل وتسلمها لهم رسم النسخ بتاعته فالاطار المسؤولية لا يزول باختفاء العقود من داخل او يعني اطار التعقود للنادي وصح التعقود باللعبة لا يزول باختفاء العقود من الاتحادات طبعا نطع لفاصل وبعض الفاصل كلام كمان مهم اهلا بحضراتكم من جديد خلونا كمان نشاطر الزميل عبدالحكيم أبو عالم النقد الرياضي بالأهرام الأحزام في وفاة والده تغمض الله الفقيد بواسع رحمته وقالهم الزميل العزيز واسرته الصبر والسلوان السبت ان شاء الله مباراة العودة الاهل والتحاد المنستير ستة مساء استاد الاهل وي السلام في القاهرة ومباراة الزهابة باشموندس واحد صفر للنادي الاهلي في مجموعة من المباراة هتتلعب الجمعة في هذا الدور وبقية المباراة تستكمل السبت والحد إن شاء الله أنا أخشى من المباراة التي تبدو سهلة في هذا الدور الإقصائي الغلطة لا تحتمل التصويب فدعونا يعني نخد هذين المباراة وكاننا احنا خسرانين واحد صفر هليت نفكر كده على فكرة هي دية العقلية الاحترافية وهي دية طبيعة شخصية الاهلي الواحد صفر انت سبته هناك انت جيد بتلعب الشرط التاني من المباراة مش أكتر وده الجهاز الفني والكابتن ساد عب حفيز شغالين عليه مع اللعيبة واللعيبة اعتقد عندها من الخبرات ما يكفي الجانب التونسي المدرب الصربي داركو نوفيتش بيتحدث في ام بي سي عن مواجهته مع الاهلي نشوفه اخترت اتحاد المانستير لأنه طلب التعاقد معي بعد انتهاء تعاقدي مع فاقستي في الجزائري وأيضا شعرت أن لديهم طموح للحصول على شيء هذا الموسم خاصة في دور أبطال إفريقيا ولكننا لسوء الحظ بعد هذا الطموح وجدنا أننا سنواجه الاهلي في دور الاثنين وثلاثين والمباراة الثانية في القاهرة ومواجهة الاهلي بشكل عام تقلل من فرص تواجدنا في مرحلة المجموعة أحيانا يكون لدي فريق يجيد اللعب الهجومي أو يجيد اللعب الدفاعي وأستطيع اختيار أسلوب اللعب أمام فريق كبير مثل الاهلي والذي أعرف أنني لن ألعب كرة قدم جميلة وجذابة أمامه أو أنني أحاول الاستحواذ على الكرة وتمريرها بالطريقة التي نحبها ولكن الأنسب بالنسبة لنا والراجل يعني يعتبر نسوء البغت أنه مش من وفاق السطف اللي واجه فيه النادي الآلي وخرج بحظه وقعه مع النادي الآلي تاني فطبعا متأثر بالتجربة لكن هذا الكلام أنا أخذه أنا بطريقتي بمحملي تاني بأنه بيخضرنا يعني بيسجدنا يعني نتمنى أن نكون بنتعامل بخبرة في هذا الأمر المطش على ملعبنا بيبقى أخطر لأن الجول اللي بيخش فينا مؤذي طبعا فيعني بإذن الله نحافظ على الشبكات ننضيفها ونكسب يارب يبقى شكلنا كويس بإذن الله طيب الأهل بقى في عيون الأشقاء يعني كتير من المحللين التونسيين والمعلقين تقديرهم للأهل الحقيقة يبعث على الفخر والسعادة شوفوا الناس شايفين الأهل إزاي ياللي بتعملوا فيه كل اللي بتعملوه نشوف الكابتن حسني الزغدودي التونسي في القناة التاسعة الرياضية نشوفه تفسيرك أنت كناقض رياضي متابع للاتحاد والشأن الرياضي في تونس جامعة الخير باش نرجعه والماتش في إطاره هو عادل ذهاب الدور التمهيدي الثاني للشامبينز ليك الدور التمهيدي الثاني أنا لقلكم الأهل المصري مش دور تمهيدي لعب سنك فينال بتاعت شامبينز ليك إفريقي في آخر ستة موز من سبعتاش الأهل ما خلف نهائي دوري أبطال إفريقيا نهائي مش دور تمهيدي في المستير ناس لعبة سنك فينال ودو تيتر لقبين في آخر ستة نصخ أفريقية باش نرجعوا لبرفرماس متاع اليوسمو في إطارها شوف الزغدودي قال كلمة بيتطوع بيها بس هو بيرد وبيفهم في غيرة أنا مش بيقوله مايلعبش دور الاربع ستين ده بيقوله ده مايلعبش التمهيدي التمهيدي قاله ما نتكلمش على الألف التمهيدي تمهيدي يعني لا ستاشر ولا تمنتاشر ولا اتنين وثلاثين خمسة فاينة في إيه؟ خمسة فاينة وكسب اتنين يعني فعايزه يعني هو ده الرد اللي حد يتطوع بعضه بصيره الزغدودي على فريرة هلو عارف وعمل نفسه مش عارف طيب الكابتن حسام الحاج وصيته ايه او نصيحه للعاب المنستير قبل ما يواجه الآله ايه؟ لازم المنستير تلعب الماتش هذايا وكأنه ماتش واحد لأنه ليو صحيح الأهلي يقعد معنا أكبر فريق في فريقي أكثر فريق عنده خبر أكثر فريق عنده والقاب كل شي لكن ما نتصورش في العشرين السنة الأخيرة الأهلي مر بفترة كما يمر بها الفترة هذه أول شي بدنيا الفريق كما قلت عادل أنت مستير لعب ممورد الأهلي عنده أكثر من خمسة أسابيع ما لعبت حتى ماتش ثاني شي العناصر البيرزة والعناصر اللي تصنع الفريق في الأهلي المصري في أسوأ حالاتها من ناحية البدنية كان نتكلم على السولية كان نتكلم على حمدي فتحي كان نتكلم على محمد شريف كان نتكلم على دوزريرلات يروسي وعلي معلول أو أكرم توفيق كان بش يلعب كلهم عندهم برشة ملعبوش اللي يرجع من إصابة إصابة اليوم دي مقوت أهلي مصري العميل الخرنين هو ثلاثة متع وسط ميدا انتحها حمدي فتحي والسولية وديانك اليوم خاصة حمدي فتحي والسولية معناها عداوه عنه ثلاثة أربعة أشهر اللي عداوه مرتاحين فالعيادة أكثر من اللي عداوه يلعبوا في أسوأ حالاتهم من ناحية البدنية اليوم ما أنا نتابع عندي تقريب أسبوع عاتريا معادل في كل البرامج في مصر تقريبا أول مرة نشوف الأعلام المصري أو الأعلام الأهلاوي ما نقولش متخوف ما متعود الدورة التمهيدية وردية الفريق ما نشخبرة كبيرة يحكي معناها الأهلي في الدورة المجموعات اليوم ليه يقولك منافس خطير منافس يلعب على الألقاب منافس أزهز منها اليوم تحس ثم ما ما نقولش تخوف ما قارين حسابهم للماتش هذا اليوم مستير يلزم خاصة الشو تلول لكلهم يزيدوا ويطلعوا يخليوا الأهلي في مناتكم أنا ما نش بشي خليك نتلعب أنا بش نخلق الفرص أنا بش نلعب عالي الأهلي كان مريولو ما يهمنيش فيه أنا اسمه الأهلي ولا شو ألقاب ولا شو تاريخه ولا شو جو أجوارته في ماتش المستير يعني تلعب المستير في المستير أنت تعرفش حكيت يعني المستير يزيمها تمشي قدام تكرازي الأهلي يزيم تلعب كل شيء أنا أنا شخصية ولعبنا ماتش تكبار وسامح ماتش تدوم يزيم تكدمهم المستير تحبه لا تكره رغم الأهلي موش في أفضل حالته لكن الأهلي ليه كاباب ليوش شوف حسام الحاج لتحدث على فكرة دي كانت قابل المباراة الأولى طب إحنا جبناها ليه عشان أنا عايز أعتبرها أنها تصلح للمباراة التانية كمان خلينا زي معنا خلينا على وجهة نظرهم وكيف ينظرون إلى الأهلي وكيف يعددون الثغرات ونقاط الضعف في الأهلي اللي هو مش الأهلي اللي يخوف رغم مقاطعة المزيع له ويقوله شو ما حكيت الأهلي والأهلي الأهلي بيوجع يعني لكن إحنا عايزين نعتبر أن كلامه صح ونشتغل على هذا الأساس فهي مش غلطة ولا حاجة هي مقصودة عشان نذكركم كيف كانوا ينظرون إلى الأهلي وعلينا أن نتعمل مع هذا الأمر كأنه يعدس الآن طيب الكابتن وليد الهشر بقى واجه الأهلي كلاعب رأيه إيد الوقت نشوف شفت بالنسبة لي مع كل احتراماتي للنوادي في أفريقيا لكن بالنسبة لي أنا المواجهات من طاعة التارجي والأهلي ذوما الفرقتين السنين معناتها في العشرية ولا في العشرين السنين الأخيرة رأيهم أكثر زوز في رق معناها يتنافسوا وأنا ديما نسمع ونقول لهم رأوا الأهلي إنه بن قرن والتارجي غول أفريقي يعني ذاك يقالها إنسان التارجي والأهلي أحسن زوز في رقته على مستوى أفريقيا وكيف يتنافسوا فما روح رياضية بناتهم وفما يعني شرف الانتماء يعني شوف اليوم كيف نحكيه على نادي الأهلي يجبنا نعطيه حقه ونعرفه اللي هو معناها نادي عريق ونادي أقوى نادي في إفريقي هذي يرأوا مش بشهادتين يرأوا الأرقام المتاعه التاريخه ناس تعرف في مصر وفي تونس ونحن ناس معناها رياضيين ونعرفه يعني قيمة نادي الأهلي وقيمة نادي التارجي وقيمة السرق الأخرى نعرفه شيء ذا لكن أنا كتجربتي الخاصة رأوا مواجهتي مع الأهلي أكيد كانت أقوى مواجهات شو ما سيزتي الرياضيين طيب كابتن وليد هسألك بقى عن المواجهة اللي جاية اللي بين الأهلي واتحاد المنستيري اللي يمعدها يوم السبت القادم شايفها إزاي أنا بالنسبة لي مقابلة الذهاب كنت تبعتها واتحاد المنستيري في المواسم الأخرى ولا فريق يحترم لكن نشوف على المستوى المحلي حاجة وعلى المستوى القاري حاجة اليوم نحبه ولا نكره المواجهة اتحاد المنستيري وميدي الأهلي مع كل يعني احترام الفريق اتحاد المنستيري السابق أنا لعبت ثلاثة مواسم وكنت قاعد فريق نعرف الفريق أزايا بالجداء ونعرف الامكانيات اللي عنده ونعرف زادة كيف نادي الأهلي ونعرف الامكانيات اللي عنده نادي الأهلي عنده أسبقية معنوية الأسبقية المعنوية في برشة حالات تتفوق حتى وكان نادي الأهلي الناس تتحدثوا كونه مش فيها حسن حالاته ومش صحيح نادي الأهلي نعرف اللي عنده لعبين الانتشار متاحهم دي ما تاح على الميدان ثم ثقافة اللي هي مغروسة معنى ثقافة الانتصار معنى احنا نقولوها في تونس اللي عنده معنى العقلية العقلية متاع الفوز العقلية الانتصارية اتحاد مونستيري فريقي يعني ما زل مش متعود بالاجواء اذين كلام مهم من لاعب مهم لعب قدام الاهل وقال النادي اقهم وراسة ضافة في حياته وبيلعب مع الترجي وتحدث عن نادي الاهل باحترام شديد واهميته وانه نادي القرن في افريقيا ولكن طبعا ايضا اعتز بالترجي وقال هو اقول افريقيا احسن فريقين في القارة ويتحدث ان فرص الاهلي بخبراته بتاع تسبق فرص المنستيري اللي هو نادي خطير ومحترم وانا هاخده جملة دي وعيش معه طيب على ذكر بقى الاشقاء التونسة وحشنا انيس بوجلبان وحشنا انيس واراء على فكرة موجود في القاهرة والله اه قابلته طيب نعمل له نداء على الهواء اظهر يا انيس نسمع الاول رأي ونشوف انطباعه على المباراة الاولى كانين الناس كلها تستنى في الناس الاهلي بعد مرسل الصعب مرسل المصارس وبشكل الاهلي ومدرب جديد وبعض الاعيبين جديد فالناس كلها تستنى في الخاصة انه التحذيرات يعني مباراة مدية ما فيش حد تابعهم ولا حد شاف الفريق فكان مهم جدا انه بداية تكوننا بالفوز اهم شيء في الناس الاهلي في المباراة الاولى من وجهة نظر حضراك النهاردة رأيك في صفقة النادي الاهلي برونوس سافيو اللي ظهر النهاردة بشكل جيد رأيك في شادي حسين لا برونوس سافيو يعني معابة ممتازة يعني تابعته ونعرفه يعني كنت متأكد من يعني من من كانتهم الفنية يعني اليوم برها ننبع الاعيب لاعب نشتون مش يعمل فارغ معنى خاصة على المستوى الفنيات شادي كثير شادي حسين لغاية يعني يعني اول مباراة لي مع ندي الاهلي لكن معروف هذا المدر الصح في فرق بين بين ندي الاهلي واي فريق مصري تاني لكن اتقبل بالمباراة يعني بعض كثير مباراة اتقبل ندي الاهلي يعني كانت خياراته ناشحة وموجهة وهذا اهم حاجة ندي الاهلي اختار مختارش العدد في قدر ما اختار الكواليتي وهذا ممكن الحاجة اللي ممكن انا بتعمل الفارغ الخطر القادمة يعني طبعا انيس بوجبان لا يخفي تعلقه وتحييزه لنادي الاهلي تحدث بوجهة نظره وادرايته بالنادي الاهلي وهو كان معايا مبارح الصبح الراجل يعني مش عايز اقولك يعني بيقول انا بس ايه اي حاجة تطلب مني وده موقف مش جديد لكن انا خليني ارجع تاني للناس اللي متعرفناش قوي بتشوفنا او تحتكي بينا بتقول كلمة وانت لفت نظر كلمة مهمة جدا هتعلق لي كلمة واحدة هتعلق لي عليها بعد عبدالباقي مشعود مع مهم طيب ماشي بردو الاهلي كان ما شاء الله حظه علي عليكم يعني بشكل كبير شوف لما تنهزم امام الاهلي لا يمكن لك الا ان تقبل ذلك بروح الرياضية عالية لان الاهلي هو مؤسسات من اكبر مؤسسات الرياضة العربية يعني يعني بتنهزم قدام النادي الاهلي وانت سعيد لا يعني لما تلعب مع الاهلي انت تلعب مع فريق مستوى العالية جدا يعني ما فيش حد ينكر الاهلي مستوى العالية وقيمة الاهلي لتي مش مجابنة يعني هذا هي ورقة هلي عرقاب هل هلي اكثر فريق فائز بسومتزنجر افريقية في القارة يعني دايما عندكم مبررات هزيمة من النادي الاهلي لما الأهلي يكسب أي فرقة المنسية هو النادي الأهلي هو النادي الأهلي يكيد جدا طب والزمالك مش هو الزمالك طب والزمالك مش هو الزمالك بص ما فيش فائدة عمل إيه أقلم الأهلي بكتير أنت أهلاوي شكلك والله أنا لا يمكن لي إلا أن أعترف بقيمة الأهلي ومن يمكن ذلك حقيقة بس خلي بالك الزمالك السنة دي في أفريقيا هيبقى مختلف شوية ولكن تاريخيا ولما ننظر إلى العراقة والسجل السجل الأهلي لا يقارن بسجل الزمالك أنا قبل ما نروح الأصل إبراهيم قال لي من لحظة ليه علاقة باللي تقال دلوقتي أنا ما كنتش سمعته لكن ما فيش يعني أنت دلوقتي الرجل بيكلمك هلا هو كان أشاد بزمالك هتقوله بس للأهلي والله ما كنت حتقول له مهيب لا أنت ولا غيرك أنت كان ليك من لحظة بص يا جماعة الأشقاء في تونس زي بقيت الأخوة العرب كلهم هو واضح وصريح جملة النفاق العام اللي رجب أدمغتنا دي مش عندهم أنت عايز تشيد بالزمالك شيد بالزمالك أنت في سياق الحديث بتلوم النادي الآلي ما تلومش الزمالك أنت بتشيد بالنادي الآلي لازم أن تشيد بالزمالك هي دي بقى اللي على مسافة واحدة عشان أباني أن أنا إيه في رنف يعني إيه اللي علاقت بجزئية أنه الآلي يلعب مع الاتحاد المنستيري الزمالك يلعب مع بطل بروندي أنت المداخلة مع واحد تونسي يعني ما هيعمل المداخلة مع بطل بروندي مش هيسأله على الآلي اللي بلعب مع المنستيري هيسأله على الآلي وقوله الآلي بقى ونادي كبيره لكن هي دي الفكرة أن أنت مش عايز تسيب الآلي في قيمة مكانه لوحده لازم حتة جنبك أععد أخوك جنبك يا جماعة كل الأشقاء حتى الراجل عبدالباقي بن مسعود قال له يا أخي أنت بتحدث على الأهلي أنا بحدثك على الأهلي يقول له طب وإزا مالك يقول له يا أخي الفرق كبير خلى الراجل غير يقول له طب أنت أهلاوي يقول له ما لهاش علاقة أهلاوي ولا مش أهلاوي ليه علاقة بحقيقة ليه إمتى إحنا فعلا إعلامان هنتخلص من كده بقول لكم لو الأهلي في الكلام أنت بتلوم الأهلي على حاجة لوم الأهلي بس ما تلومش الزمالك لكن إيه فكرة أن أنا لازم أزوجه بالاتنين لدرجة أن فيه ناس بجد بيبقى شكلها مش لطيف أبدا يا أخي خليك في السياق اللي أنت تقصده الناس بيتكلموا على الأهلي لأنه هم من تونس والأهلي بيلعب مع فريق تونسي كلهم بيتكلموا بشكل واضح وصريح عن النادي الأهلي وعلى ذكر الزمالك ابن الزمالك ابن المعلم كريم حسن شحاتة الرأي فيه افتتاحية الأهلي لبطولة أفريقيا كان مهم الأهلي بدايته مبشرة بيلعب مطش صعب خارج مع لعبه مع فريق من شمال أفراقيا من تونس مدرب ديديد في النادي الأهلي كولر كلنا كنا مستنين نهاردة شكل وطريقة وأداء النادي الأهلي هيكون عامل إزاي لما عطت فرقت على المطش نهاردة يعني حست لك أن فيه حاجة مبشرة في النادي الأهلي إيه المبشر في النادي الأهلي إيه اللي يخلي الواحد يعني يقول لا الراجل اسمه كولر حيعمل حاجة في النادي الأهلي الأداء مميز جدا اللي عجبني إن الراجل مش بيصمم على طريقة أنتوا عاقين في أوروبا بلعب أربعة تلاتة تلاتة لا هو جيب النادي الأهلي وشاف إمكانية اللعبة وعمل طريقة تتناسب مع النادي الأهلي إيه الطريقة أربعة اثنين تلاتة واحد للأهلي اللاعب النهاردة أربعة اثنين تلاتة واحد الطريقة النادي الأهلي متعود عليها اللي لعبة الأهلي بتوجيد فيها في الملعب مؤظم فترات المباراة الأهلي مستحوز على كورة ودي حاجة من صفات أو سمات الفرق الكبيرة عجبني في كولر النهاردة إن مؤظم فترات الماتش الأهلي خلي بالكو بيلعب خارج ملعبه وأمام جماهير التونسية جماهير الاتحاد المنستيري أول ماتش من فترة كبيرة بمدرب جديد وفوز خارج الملعب طول الدور الأبطال أهلي طول المباراة مستحوز على كورة في بعض الفرص في تحركات من لعبة النادي الأهلي حتى الأهلي كسب النهاردة من خلال فاول ضربة حرة سابتة ده بيبين برضو نفيش شغل في الكورة السابتة زي ما قلتلكم فيه إصرار على المكسب النهاردة من لعبة الأهلي اللي الجونجي في الديها 92 أو 93 في نهاية المباراة في الوقت الضايع يعني فيه إصرار على المكسب فيه خلي بالكو اللعيبة لما بتحس إن المدرب بيلعب على المكسب وعنده طابع هجومي اللعيبة بينطبع عليها الصفات المدرب بداية مبشرة من اللي احنا كلنا كنا عايزين نعرف مارسل كولر هيكون عامل إزاي البداية حلو لا أنت كنت عايز تقول حاجة في الوقت المتبقي في الوقت البديل في بلس تسعين إحنا يعني حرصنا على إن احنا نوضح قضية الكابتن هنا حمزة بكل تفاصيلها القانونية والإجرائية انتظارا لقرار الجهات المسؤولة سواء الاتحاد المصري للكورة الطائرة أو القرار اللي حيتلقاه من الاتحاد الدولي للكورة الطائرة لما يرفع له الموضوع ده كلام مهم جدا لكن لما أثيرت المشكلة كان كلام بنت الكابتن هنا مريم مصطفى إنه المشكلة ليها مع كابتن حمد الصافي المدير الفني وحاولوا يرموا الموضوع على حمد الصافي ومعزبة عشان المدر بتاعها كان المفروض بشكل مدام بتقول جالي عرض من برة وأنا مش مبسوطة وعايزة أمشي النادي ياخد حق واللعبة تاخد حقه مش ده كان يبقى أوقع وأفضل إذا كنا عايزين نحافظ على الإطار وعلى التقاليد وعلى الحق الإنساني في الانتقال حتى وهي مضيئ أنا معتقدش اللي كان ممكن يمانع لو هي جابت عرض وحبت تمشي لكن إنها ترمي الموضوع على كابتن حمد الصافي هنفكرها هي نفسها قبل كده كان رأيهم إيه في حمد الصافي إن هي العيبة شاجزة في مكانها واحدة عندها ستنة بتاخد أحسن العيبة في أفريق الأول مرة طبعا من فضل بيرجع لمجموعة المداربين وخاصة من الكابتن حمد الصافي الحقيقة حققت كل أنقامها من الكابتن حمد الصافي لأنه اعتمد عليها اعتماد كل ودها ثقة ضديرة جدا 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 في نفسها وهي كانت أد المسئولية وربنا كرامة وكمالك الحمد لله وربنا يوفق دائما أشكر كابتن حمد الجهاز الفاني كله وقدرت النادي الأهلي طبعا بس أشكر كل الناس يبقى مش حاجة بس كده خباص خباص كده حلو قوي يعني كابتن هنا ومريم كابتن مريم اللي اتنين بيشهدوا يشكروا يعني لا ده مش بيشهدوا إنه خد بإيدها وسعيدها وسعيدها وصاحب فضل يعني مش سبب إزعاج أو هو الكابوس اللي عايزة ترتاح منه أعتقد وضحت الحقيقة بما يكفي دمتم للأهلي دائما ودام لكم الأهلي بإذن الله تعالى بطلا شامخا وعلى خير نلتقي في التساعة مساء الاثنين القادم إن شاء الله أصبع الله خير ترجمة نانسي قنقر